اشتركوا في القناة نجمل 11 لصالح النادي الاهلي 4 مطشاط فضلنا على التتويج بإذن الله ان شاء الله بإذن الله نكتب إنجاز جديد إنجاز تاريخي وكعادة الاهلي طبعا صاحب الأرقام القياسية ويكون أول فريق مش بس يبعت كمان بالرقم القياسي ويفوز ب11 بطولة في دول الأبطال لكن كمان يكون الفريق الأول على مستوى القارة لحقق الثلاث ألقاب متتالي خليني أقول لحضراتكم طبعا احنا خلاص يعني الوقت بيجري بينا بسرعة 48 ساعة تقريبا أو أزياد بحاجة بسيطة عشان فرق التوقيت ونواجه الرجاء المغربي بس عشان أتكلم على مطش الرجاء لازم أرجع شوية للمواجهة الأولى في القاهرة يعني الحقيقة أنا استغربت جدا يعني من حقك طبعا جدا جدا وأنا كنت معاكم إنك تزعل على ضياع فوز عريض على فرقة الرجاء كل الظروف كانت مهيئة إنه الأهل يعمل سكور تاريخي الحقيقة ويحسم المواجهة من قبل من سفر ونركب حتى الطيارة عشان نروح المغرب نروح كذا بلانك لكن حاجات كتيرة جدا ما كانتش يمنى يعني اللامسة الأخيرة كانت ما فيهاش توفيق كبير جدا وأعتقد إنه لو الفرص اللي قطيحت للنادي الأهلي وأبرزها طبعا ضربة الجزاء بتاعت عمر السلية شريف ضايع أفشا ضايع وليد حتى لما نزل الوقت بسيط من المباراة كان عنده فرصة ولا اتنين بيرسي تاو ضايع لو كان فيه توفيق اليوم ده كنا عملنا سكور كبير جدا لكن في النهاية أنا معاك إنك تزعل على ضياع الفوز العريض لكن مش معا فكرة إنك تترجم ده لأنه مشوار الأهلي فيه خطر يعني ماتش صعب ماتش صعب وطبيعي جدا لما تكون بتلعب في بطولات قرية بطولات دولية يبقى كل المطشات صعبة خدوا بالك وفرقة الأهلي اللي بتلعب دي أو اللي مسافر عشان تتواجه الرجاء في المغرب كمان يومين واجهت تقريبا أبطال من كل القرات يعني الأهلي كسب أبطال كل القرات باستثناء أوروبا وأوروبا طبعا أنتوا عارفين أنه أنديتها ومستوياتها في حتة تانية خالص ورغم كده الأهلي الحقيقة قدم عروض قوية لو كنا بنكلم مثلا عن مواجد بقى الميونيخ من سلاتين لكن في مباراة رسمية أنا شو أكلم عن الوديات دلوقتي أكلم عن المتشات الرسمية أبطال آسيا قابلت وكسبت قابلت الدحيل وقابلت الهلال دحيل قطري والهلال السعودي والاثنين أنتوا بتكلموا على يعني إمكانيات مادية حد سوى لا حرك بتكلموا على صفقات بعشرات الملايين من الدولارات وظهرت شخصية النادي الأهلي وقدر يتفوق على الدحيل على أرضه وفوست جمهوره وقدر يتفوق على الزعيم زعيم الأندية السعودية والأسيوية طبعا الإهلال السعودي في كاس العالم نسخة الأخيرة ومن قبلها بالميراس بطل برازيل وبطل أمريكا الجنوبية ومن قبلها بطل مكسيك وبطل أمريكا الشمالية فالحقيقة فرقة عندها شخصية البطل وفرقة عندها من تراكم الخبرات واخدوا بالكم من فكرة حتة تراكم الخبرات دي نقطة مهمة جدا في أي منافسة ومش بس في الرياضة في كل المنافسات من أي نوع في الفن في السياسة في الاقتصاد الخبرة هنا بيبقى ليها عوامل مهمة جدا الفرقة دي عندها شخصية البطل ووصلت بالفعل نتحق اللقب في مرتين وفي نسختين في ظروف في منتهى الصعوبة فبالتالي مش عايزكوا تكبروا قوي أو تضخموا قوي من صعوبة مواجهة الرجاء ومعنى ده أنا مش مستسهل المباراة أنا متأكد أنه الرجاء على ملعبه عنده دوافع كبيرة جدا وفي النهاية الرجاء وحدة من أقوى فرق القارة الأفريقية وبالتالي فوزك عليها اتنين واحد يامى مواجهات كبيرة جدا يعني لو بصنا التاريخ الأهلي على واجه التحديد مش بس في مواجهة الأندية المغربية وحتى في مواجهة أكبر الأندية الأفريقية من تونس اتكلم من جنوب أفريقيا اتكلم من المغرب اتكلم وهي دي الفرق اللي موجودة على منصات التتويق في العشر السنين الأخيرة يعني احنا بنلاعب مين مين كانوا خصومنا في العشر السنين الأخيرة أو العشرين سنة الأخيرة اللي حقى الأهلي فيها تمانية دوري أبطال ما هي فرق شمال أفريقي غالبا يعني باستثناء النسخة الأخيرة كازتشيز من جنوب أفريقي لكن أفكركم وارجع أفكركم في مطشاط أكتر صعوبة من مواجهة الرجاء يوم الجمعة كان الأهلي محققش أساسا الفوز على ملعبه يعني افتكروا معي مثلا 2006 نهاية تاريخي الأهلي السفاقسي اتعادوا هنا في القاهرة وأنك تروح تونس في وسط جماهير ماليا الاستاد بيتحتفل باللقب من قبل ما المباراة تبتدي ومن قبل ما اللعيبة تنزل ملعب تعادلنا هنا واحد واحد وكنا حطين إيدنا على قلبنا وحاسين أنه اللقب بعيد وخصوصا أنه بداية المباراة هناك على أرض السفاقسي على ملعبه وفي وسط جمهوره الضغط كان علينا احنا يعني أنت رايح والضغط أنت اللي مطالب بالتسجيل النتيجة دي تكفيه التسعين ديئة بيبتديهم بأريحية كبيرة جدا واتكرر ده مرة تانية بالمناسبة مع الترجي في 2012 اتعادلنا برضو هنا في القاهرة واحد واحد على ما تذكر وروحنا هناك في الترجي عملاق الأندية التونسية واحد من أقوى أندية القرى الأفريقية وكسبنا اتنين واحد محمد ناجي جده ووليد سليمان لو الزاكرة ما خلتنيش يعني مطش من المطشط اللي ما تتنسيش وبكلمكم على مباراة في الدور النهائي مش مباراة في دور التماني يعني الدوافع عند الفريق المنافس أكبر بكتير ده بيلعب على اللقب وجاي من لقاء القاهرة الأول مرتاح نفسيا ومعنويا متفوق نفسيا ومعنويا على الملعب وبالتالي مطشط كتيرة جدا جدا و2017 برضو تعدلنا مع الترجي هنا وروحنا كسبنا اتنين واحد هناك فبالتالي النتيجة ما هياش صعبة قوي ده كان نفسنا طبعا نخلص ونفنش بدري من هنا ولكنه درس مستفاد برضو درس مستفاد برضو الأهم من ده أنه التركيز يبقى حاضر وأنه الشخصية تظهر وأنه الروح في التسعين ديالي جاية تبقى في أعلى مستوياتها دي روح الفانيلا الحمرة اللي احنا مستنينها دايما وروح الفانيلا الحمرة اللي بيرهن عليها جمهور النادي الأهلي والله ما مبلغة ومش عشان أنا أهلاوي عشان بحب النادي الأهلي وعاشق للكيان وعاشق لإسم النادي الأهلي لكن حقيقي الفانيلا الحمرة بتلعب أي 11 راجل شايدين مسؤولية الفانيلا الحمرة الفانيلا الحمرة بتلعب معاه وحتى في ظروف صعبة جدا وقصية جدا قدرنا نعدي من مطبات صعبة كتير جدا ونرجع بالنتيجة لم يتوقعها أحد أنا مش بقول كده عشان أسهل المباراة أنا متوقع أنها مباراة صعبة ولكن عندنا حاجات كتيرة جدا تصب في مصلحتنا أولها الضغط حالة الضغط والتوتر اللي هينزل بيها أو حالة الضغط والتوتر عند كل فريق اللي هينزل بيها يبتدي المباراة إحنا ما عندناش ضغط وما عندناش توتر التوتر كله والعيب كله والحمل كله على رعيب الرجاء اللي مطالبة بداية من أنها تسجل وأتمنى وأتوقع أنه لو سيناريو المباراة إن شاء الله بإذن الله كان في مصلحتنا والأهلي سجل الأول أعتقد بنسبة كبيرة جدا حسبنا المباراة ان شاء الله بإذن الله من لحظة التسجيل لأنه يبقى الرجاع في اللحظة دي مطالب بتسجيل ثلاثة أهداف في الأهلي في مباراة واحدة وده أنا مش فاكر حصل إمتى يعني مش فاكر إمتى فريق سجل في النادي الأهلي ثلاثة أهداف في مباراة واحدة وبالتالي حتة الضغط والتوتر أعتقد الصبه في مصلحة النقطة التانية فنياً بقى تعالوا نتكلم كورة يعني فرقة الرجاع دي احنا قابلناها قريب جداً في مناسبتين مرة في نهائي سوبر إفريقيا المباراة تلعبت في قطر ومرة تانية في القاهرة المباراة التي تلعبت من أسبوع فات وأعتقد أنه أي محل المنصف هيجد أنه الفوارق على كل مستويات من ناحية المهارية ومن ناحية البدنية ومن ناحية المعنوية في صلاحنا وبالتالي انت كفتك بحسابات الوراء والقلم اللي برضو برجع وأكد بين قوسين ما لقاش علاقة تماماً بالتسعين دقيقة بس دايماً لازم نقرأ ونحلل ونشوف ونعرف إحنا كفتنا أرجح في إيه عشان نعرف نستغل العوامل دي أفضل استغلال فبالتالي في المواجهتين اللي فاتوا أعتقد أنه الأهلي أعلى بمراحل في يعني كفته أعلى بكتير أو أتقل بكتير من كفة نادي رجاء المغربي مع كامل احترام والتقدير أنا قلت لكم أنه الأهلي السنة دي بنافس الرجاء الوداد سانداونز والترجي شايف أنه دول المنافسين الأقوى اللي هم بينفسوا الأهلي على اللقب ده في القارة ورغم كده أنا بقول أنه لا إحنا كورتنا أعلى بكتير جداً والمطش اللي لعبه اللي لعبه نادي الأهلي في القاهرة هنا بتهيأ لي أعتقد هو ده الأهلي اللي إحنا كنا مستنيينه يعني حتى العروض اللي قدمها نادي الأهلي في المباراة اللي سبقت مباراة الرجاء كانت فنياً دون المستوى على أقل تقدير ما كانتش يعني على مستوى طموح أو قدر توقعات جمهور نادي الأهلي نفسه لكن الأهلي لعب مباراة كبيرة جداً جداً وسيطر واستحوز وكان في منتقى الخطورة ويمكن تقلق الحرس المغربي وعدم التركيز في اللمسة الأخيرة عند مهاجمي نادي الأهلي هو اللي يمكن نوصى نتيجة لتنين واحد لكن أنا أعتقد أنها نتيجة طيبة جداً مش مرضية أه كان ممكن تبقى أفضل أه لكنها بالتأكيد مرجحة كافة النادي الأهلي من قبل التسعين ديئة اللي جاية ما تبتدي خليني أقول لحضراتكم مرة تانية الرهان دايماً شخصية النادي الأهلي ودايماً شخصية العادة النادي الأهلي بتبان معدنها الحقيقي في وقت الشدة وبتبان معدنها الحقيقي في الأوقات الصعبة وإحنا قدامنا تلتمية وستين دقيقة صعبة قدامنا مباراة العودة أمام الرجاء ومن بعدها ثلاث مباراة بإذن الله إن شاء الله يكونوا مشوار النادي الأهلي لغاية لما نوصل لمنصة التتويج ماتشين في الدور قبل النهائي ومباراة مدتها تسعين ديئة تكون مباراة النهاية في النسخة التالتة على التوالي والحد عشر في تاريخ النادي الأهلي والرهان في تلتمية وستين دقيقة كلها هيكون دايما على روح الفن الله الحمر واحدة من الحاجات المهمة جدا برضو لازم أن نحن نأكد عليها لحضراتكم وأعتقد أنها مش بالكلام أكتر ما تكون بالأفعال وهي موقف النادي الأهلي بداية يعني الحقيقة الرياضة عموما لازم نحط كده برضو تحتها مية خط أحمر أن الرياضة أساسا وسيلة للتواصل والتعارف والتقارب وأعتقد أنه الأهلي في المقام الأول كان سفير للكرة المصرية والرياضة المصرية في كل الدول الأفريقية وكل الدول العربية وأدى رسالته بمنتهى الأمانة وأعتقد أنه على مدار تاريخه كله ساهم فيه أنه مصر تتحطى على خريطة الرياضة في قارة أفريقيا وتبقى قريبة من الشعوب الأفريقية ويبقى كل الأفرقى مهما كان اسم ناديهم عارفين من هو النادي الأهلي وعارفين من هم نجوم النادي الأهلي بل أنه في أوقات كثيرة جدا ومش هادي أمثلة الحقيقة سمحولي يعني مش هادي أمثلة في الحاجات دي لكن في أوقات كثيرة جدا الأهلي تغاضى عن خروج على النص أو على يعني اعتداءات أو على مدايئات سميها زي ما تسميها في سبيل أنه يحافظ على العلاقات دي طيبة دي اللي بتجمعه بالأندي الأفريقية ودايما ما بيخدهاش على أنها قاعدة بيخد على أنها استثناء وأعتقد ده ساهم بشكل كبير جدا في تطوير علاقاته بكل أندية أفريقيا وبأندية العربية الأفريقية بشكل خاص وأعتقد ده مثال كان واضح جدا جدا مع أندية المغربية بشكل عام ورجاء المغربي كمان بشكل خاص النهاردة يمكن في نفس الإطار ده كابتن محمود الخطيب وجه رسالة شكر لنادي رجاء المغربي ولجماهيرو خليني أعرم حضرتكم تفاصيل الرسالة اللي بعتها كابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب طبعا يشكر نادي رجاء ويؤكد على العلاقات الطيبة مع الأشقاء المغاربة وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية إلى نادي الرجاء المغربي الشقيق وجماهيرو الكبيرة على الاستقبال الطيب لبعثة النادي الأهلي قبل لقاء الفريقين بعد غد الجمعة إن شاء الله بمركب محمود الخامس في إياب دور التمانية لدوري أبطال إفريقيا وخاص بشكر السيد أنيس محفوظ رئيس نادي الرجاء المغربي الذي حرص على الاتصال به والإتمان على إقامة فريق الأهلي والعمل على راحته وانطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين وتبادل كابتن محمود الخطيب الحوار الأخوي مع رئيس النادي الرجاء وأكد في الوقت نفسه على أن النادي الأهلي يتواجد في بلده الثاني ووسط أشقائه وأن اللقاء سوف يجري في أجواء رياضية وتنافس شريف بين فريقين عربيين شقيقين وشدد رئيس النادي الأهلي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب وأن الرياضة وسيلة للمزيد من التقارب بين الشباب العربي وتبقى العلاقة الطيبة والتي يراها رئيس الأهلي هي الأهم مع رجاء المغربي الشقيق ده كان نصر رسالة كابتن محمود الخطيب لرئيس النادي رجاء المغربي والحقيقة مرة تانية بنأكد معلش يعني فيه متغيرات كتيرة جدا أثرت وعملت حالة خلل في الموازين المعايير اختلت ومسؤولية انتفت من المشهد الرياضي وناس اتعودت على أنه محاولة إثارة الغضب أو إثارة الفتن من الممكن أنها تكون ترندة يعني بفترض أننا حتى في الشهر الكريم مفترض أنه يعني الناس بتميل أكتر للهدوء وتميل أكتر للعقلانية وتميل أكتر لأنها تكون في حالة من حالات صفاء النفس والسمو في الأخلاق مفترض أنه مشاعر البني آدم في رمضان بتهدى حالة التوتر حالة الغل حالة الحقد وإن كانت موجودة بتهالي مفترض جدا أنها تقل في رمضان فعلى الناس أنها تراجع نفسها ومش ممكن أبدا مطش ولا بطولة في أي رياضة مش بس في كرة القدم ممكن ناخدها ونستغلها أنها تكون فرصة للإساءة بين كائنين كبار زي بيحملوا اسم النادي الأهلي أو نادي الرجاع المغربي أو بين جماهير شعبين شقيقين زي الشعب المصري والشعب المغربي خليني أخدكم بقى الأخبار في رقيتنا النهاردة طمينكم طبعا إحنا خلاص 48 ساعة النهاردة تاني تمرينة الأهلي بيجهز فيها نفسه المطش الرجاع يوم الجمعة إن شاء الله تمرينة النهاردة كتعلى ملعب تاني ملعب العربي الزاولي وده ملعب خاص بنادي الاتحاد في كازابلانكا وبيبعد عن فندو الإقابة تقريبا حوالي نص ساعة وبالتالي إن شاء الله النهاردة يعني أثناء الحلقة إحنا مستمرين مع حضراتكم لغاية لما نروح للمغرب إن شاء الله ونشوف بداية التمرين الفريق هيتمرن الساعة 9 ونص بتوقيت المغرب دي المسحة طبعا الفريق عملها النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده فرق التوقيت بنا وبالمغرب حوالي ساعتين تقريبا فبالتالي 9 ونص عندهم يعني هتبقى 11 ونص بتوقيت القاهرة يعني التمرين يبدأ إن شاء الله الساعة 12 بتوقيتنا هنا في القاهرة ونفس المعاد اللي هنتابع فيه المباراة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 12 بتوقيت القاهرة قيمة الأهلي في المغرب ضمت كل من محمد شناوي علي لطفي مصطفى شبير في حرص المرمة ومعاهم من نجمنا محمد هاني كريم فؤاد محمد عبد المنعم محمود متولي ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول جاهز للمباراة إن شاء الله محمود وحيد عمر السلية أليو دينج حمدي فتحي محمد محمود الشحات صلاح محسن محمد مجدي أفشا طاهر محمد طاهر لويس مكسوني أحمد عبدالقادر وليد سليمان حسام حسن ومعاهم محمد شريف وبرسيتا والأهلي بالقوة الضربة بإذن الله ومش عايزكم تخافوا ولا تقلقوا إن شاء الله بإذن الله واثقين في رجالاتنا وقدرين نرجع مش بس بالتأهل لكن نرجع كمان بفوز من المغرب إن شاء الله بإذن الله على فريق الرجاء وكل التقدير والاحترام لفرقة الرجاء طبعا فرقة محترمة وفرقة يعني من فرقة كبيرة جدا في قارة أفريقيا لكن الأهلي ما بيخافش من حد يعني عمرنا مواجهنا أو دخلنا مباراة وإحنا خايفين دايما مهما كانت الظروف ومهما كانت المقدمات ومهما كانت النتائج المواجهات الأولى دايما بنبقى داخلين دايما وإحنا مش خايفين آه بيبقى فيه أوقات تحدي للظروف صعبة بيبقى فيه أوقات مباريات عصيبة لكن في النهاء جمهور الأهلي لغاية الدقيقة 90 الأهلي هو أسطورة القرى الأفريقية ومفخرة الكرة العربية ومفخرة الكرة المصرية واسأل حضراتكم سؤال واحد في آخر عشرة والاثناشر سنة مين كان مصدر فرحة لجماهير الكرة في مصر غير النادي الأهلي مين فرحنا في كل المحافل اللي اشترك فيها دولية كانت عربية كانت أفريقية كانت غير النادي الأهلي مين في رياضة كرة القدم رافع اسم مصر وراية مصر وعلم مصر خارج حدود مصر غير النادي الأهلي فطبيعي جدا ومنطقي جدا أفهم جدا المنافسة وأفهم جدا الغيرة على الأندية المنافسة للنادي الأهلي لكن مش ممكن أبدا ننكر على الأهلي حقه ومكانته وإمكانياته وقدراته وبطولاته مش ممكن أبدا ومش ممكن أكتر أن نحن نحط ده تحت مصطلح أو تحت مبدأ المنافسة الشريفة مش ممكن أبدا في حاجات كتير جدا لازم نرجع فيها حساباتنا وفي حاجات كتيرة جدا لازم للناس كمان يعني أنا مش بس باخد على وسائل الإعلام ده لكن كمان باخد على الناس وعلى استجابتها وعلى ردود أفعالها لمحاولات الاستفزاز والإثارة بالشكل ده وأعتقد لو سننا بسن عودنا نفسنا أن احنا نرفض ده وما يبقاش في حالة الإقبال على كل وأي نوع من أنواع الخروج على النص الحاجات دي حتتلاشى وتختفي تدريجيا نروح لفرقتنا في المغرب مرة تانية وأنتوا عارفين طبعا مش جديد على الأهلي أنه يبقى دايما واخد بالهم من كل التفاصيل وإحنا عارفين طبعا أنه مطش في المغرب في فرق توقيت مش قليل ساعتين ظروف طبعا الصيام فبالتالي فيه تعامل مختلف شوية في موضوع التغذية ويمكن دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي للفرق الأول للنادي الأهلي كان حريص على أنه يعمل اجتماع يعمل جلسة يعني مع الشاف محمد الدالي اللي بيرفق البعثة في المغرب عشان يحط معاه برنامج غذائي للعيبة في الفترة اللي هيقيم فيها في المغرب طبعا عارفين فكرة أن اللعيبة تبقى صايمة طول النهار إحنا أورادي بنبقى يعني فترانين ومش بنبذل مجهود ونبقى حسنين بتقلي شديد جدا وبالتالي محتاج أنك تعمل البالنس ده معادلة دي بأنه يبقى فيه تغذية كويسة جدا وفي نفس الوقت تتحافظ على أوزان اللعيبة وتحافظ على العناصر أو الحاجات اللي يحتاجوها في أنواع الغذاء بتاعهم عشان يبقوا في أعلى درجات تركيزهم وليقتهم وجهزيتهم لمباراة يوم الجمعة اللي جاية وكان فيه حرص طبعا أنه يبقى فيه واجبات معينة خاصة باللعيبة وفقا للبرنامج الغذائي اللي تم وضعه بحيث أنه يعني الوجبة دي أو العناصر الغذائي دي تحتوي على كل العناصر المناسبة واللي بيحتاجها جسم اللعيبة واللي في نفس الوقت تتناسب مع طبيعة الصيام في شهر رمضان الكريم في ظل طبعا المواجهة المهمة جدا اللي هتجمع الأهلي بعد يومين بفرقة الرجاء طيب من البرنامج الغذائي خليني عقف شوية مع حضراتكم مع تصريحات كابتن سيد عبدالحفيز اللي يمكن لخص فيها كل الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم في بداية الحلقة نهارك طمنا بداية طبعا على جهازية الفريق لمواجهة الرجاء وقال أنه الفرقة بالكامل مركزة في حالة تركيز شديدة جدا داخل معسكر الفريق من لحظة الوصول للمغرب إنبارح وقال أنه الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بيشتغل على تجهيز اللعبين مش بس على المستوى البدني ولا الخططي لكن كمان على مستوى المعناوي والنفسي وقال أنه الفريق إن شاء الله بإذن الله هيلعب مباراة الجمعة دي وكأنه لم يسبقها مباراة ذهاب يعني اللعيب والجهاز الفني مش في دماغهم تماما النتيجة اللي حققها الأهلي في القاهرة بنتيجة اتنين واحد ويعتبروا أن المواجهة دي مواجهة من مباراة واحدة هتتلعب لمدة تسعين دقيقة يوم الجمعة اللي جاية وبالتالي الأهلي مطالب فيها بالفوز وقال أنه كل مواجهة لها حسابتها كل مواجهة لها السعادتها الخاصة وأنه الأهلي بإذن اللي قادر على أنه يحقق الفوز وأنه يحسم التأهل للدور النص النهائي يوم الجمعة اللي جاية وقال الدوافع كبيرة جدا عند اللعيبة عندنا رغبة كبيرة جدا في أن نكمل مشوارنا في بطولة أفريقيا وعندنا ثقة أكبر في قدرات لعابتنا وصخصيتهم القوية اللي دايما بتكون حضرة وخصوصا في المواجهات الكبيرة والمواجهات الصعبة يمكن رسالة كمان أكد فيها كابتن ساد عبدالحفيز على قوة ومتانة العلاقات اللي بتجمع بين مسؤولي النادي الأهلي ومسؤولي نادي رجاء المغربي وكمان بين جماهير الفرقتين واللي بتعكس طبعا مكانة وعراقة اسمين كبار جدا داخل القرى الأفريقية الرجاء البيضاوي والأهلي القاهري بيتسو مسلماني كمان يمكن قبل التمرين النهاردة يبقى فيه محاضرة كده لمدة ربع ساعة ساعة تسعة وربع بالتحديد محاضرة هتتعامل في فندق الإقامة هيركز فيها أكتر على راية فرقة الرجاء وأنا أعتقد أنه إن إحنا قرينا الرجاء كويس جدا والرجاء كمان قرينا كويس جدا يعني فرقتين تقابلوا في خلال الفترة الأخيرة مواجهتين في بوتولتين كبار جدا زي سوبر إفريقيا ودوري أبطال أعتقد أنه هم ذكروا ودرسوا يعني كله منافس يعني وكل فرقة من الفرقتين وكل جهاز فني درس وذكر وتفرج على مطشاط الفرقة التانية بالشكل اللي خليها حافظها بكل تفاصيلها وبالتالي المواجهة اللي جاية دي مواجهة التسعين دقيقة بين فرقتين في الملعب بشايف أنه زي ما قلت لكم فرصنا تكون كبيرة جدا لو نجحنا في استغلال يعني متوقع يعني متوقع أنه الدوافع والنتيجة بتاعت القاهرة هتخلي الرجاء عنده رغبة في أنه يعود مبكرا ويصدر حالة التوتر لنادي الأهل استخدام أو استغلال حالة الاندفاع اللي هتكون موجودة عند الرجاء دي حالة التوتر دي حالة الضغط العصبي أنك لازم تسجل على ملعبك وبين جمهورك عشان تهدي الجمهور بداية اللي في الملعب ده يعني الجمهور ده عايز يهدى والجمهور ده مش هيحتمل بقى شكل من الأشكال أنك أنت تسجل فيه أنه الأهل يسجل فيه هدف مبكر عشان كده بقول أنه لو مستر بيتشو موسيماني وانا ثق يعني بسق جدا 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 في قدرة موسيماني على حاجتين أولا التعامل مع المواجهات الكبرى يعني ما يتهيقليش أن الراجل ده خزنة في أي مواجهة صعبة في مواجهات كده أنت بتبقى عارف أن الفرع اللي قدامك مش هينة مش سهلة المطش ده مش سهل آه واثق في فرقتك واثق في إمكانيات لعابتك واثق وعندك أحساس أن المباراة إن شاء الله هتكتب لك هتكتب لك الفوس فيها لكن برضو مع انطلاقة المباراة كده بتبقى مباراة قيلة بتبقى بيبقى في حتة كده شيئا لهمة مطش الرجاع اللي فات أنا من أول ما الحكم صفق يعني من بداية المباراة وأنا شايف أنه المطش ده ربنا يسهل ونعديه بنتيجة كويسة والأداء الحقيقة كان ولا أروع يعني أنا ما ادقيتش خالص من أداء الندي الأهلي على مدار المباراة بالكامل ادقيت من نتيجة في النهاية انتهت اتنين واحد بس كنت شايف الأهلي يقدر يخلص المباراة دي تلاتة أربعة وخمسة واحد كمان لكن في النهاية خلينا برضو نرجع في النهاية كل الظروف بتقول أنه قرية مستر بيتشو مسلماني المباراة دي أعتقد أنها إن شاء الله تكون واحدة من عامل حسب اتنين قدرتنا بقى احنا كلعيبة في الملعب على أنه نستغل حالة الاندفاع حالة التوتر حالة الضغط اللي موجودة عند لعبة الرجاء ونسجل هدف في الأول أعتقد ده يقربنا بشكل كبير جدا من تحقيق الهدف من أخبارنا كمان خلينا نقف الحقيقة مع كابتن خالد العواضي النهاردة النهاردة يمكن طبعا كابتن خالد العواضي مدير أعمال نشاط الرياضي في نادي الأهلي أعلن أنه أحمد سعيد لعفري الأول لكورة الطائرة رجال في النادي قام بتجديد التعاقد مع النادي الأهلي ولمدة أربع مواسم مقبلة وأكد أنه تجديد عقد أحمد سعيد بيجي في إطار طبعا الحفاظ واحد من العناصر الأساسية اللي بتنافس على كل البطولات الحقيقة وفقا طبعا لتوجيهات إدارة النادي وفي نفس الوقت كمان شدد العواضي على الاستمرار في توفير كل متطلبات الجهاز الفني لفريق الطائرة بالقيادة طبعا كابتن محمد مصلحي من أجل أن هما يكون عندهم يعني أو يدعمهم في إطار المنافسة سعيد طبعا في الفترة الأخيرة من المتعلقين ويعتبر من العناصر الأساسية ومن اللعبين اللي عندهم خبرات كبيرة جدا سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر وإن اللعب كمان وافق على التجديد دون شروط باعتباره واحد من اللعبين الكبار في الفريق نروح بقى وحضراتكم طبعا ماجويتن داي ده هيكون حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي حكم سنغالي من معوليد سنة 86 ويمكن أدار حوالي 18 مباراة في دوري أبطال أفريقيا خلينا نشوفوا نتابع تفاصيلوا وأرقاموا في الإنفو جراف اللي جاي ونرجع لحضراتكم خليكم معنا والأهلي في رمضان ترجمة نانسي قنقر أول مرة نروح فيها المغرب مع حضراتكم هتكون من خلال تواصلنا مع الصحفي المغربي منصف عدي وهو الصحفي بموقع البطولة المغربي نتكلم معاه على أجواء المباراة واستعدادات طبعا النادي الرجاء المغربي على الشقيق لإستضافة النادي الأهلي بعد يومين مساخري أو ساذ منصف مساء النور وأهلا بجميع مشاهدين الكرام أهلا بك كل السنة بداية كل السنة وانتوا طيبين طبعا كل السنة وكل الشعب المغربي طيب بمناسبة شهر رمضان الفضيل وأعتقد الأجواء الرمضانية دي هتنعكس بالتأكيد طبعا وبالتأكيد طبعا نروح الود والحب الكبير اللي بتجمع بين الشعب المصري والشعب المغربي هتنعكس على اللقاء بين الشقيقين الأهلي ورجع يوم الجمعة اللي جاي أكيد فهذا غير جديد على الشعبين المغربي والمصري أكيد هناك علاقة أخوة بين الشعبين طالما كان هناك استقبال حار ما بين الأندية سواء الرجاء والوداد الأهلي الزمالك وغير من الأندية المصرية الأخرى دائما هناك روح رياضية بين الطرفين وتمنى كذلك أن تتعزز هذه الروح رياضية في هذه المباراة المصرية بين الأهلي والرجاء إن شاء الله ولابد كمان نحن نشكر الأشقاء في المغرب وتحديدا طبعا قدرت رجع على استقبال الحار اللي استقبلت دي بعثة النادي الأهلي من لحظة وصولها للمغرب الشقيق أكيد فهو استقبال بالمثل فكان هناك استقبال جيد وحار من الأشقاء المصريين هناك في مباراة اللقاء نحن شاء بواحد وهذا غير جديد على الطرفين بداية خاليني أتكلمك على أجواء ما قبل المباراة خلاص ساعات بتفصيلنا 48 ساعة قبل المباراة خاليني بداية أبدأ معك من ملف الرجاء كيف يستعد فريق الرجاء لمواجهة الأهلي وكيف ترى جماهير الرجاء النتيجة التي تعملت في القاهرة في لقاء الذهاب أكيد بداية بالنتيجة فالجماهير تتعبيرها بين قوسين نتيجة إيجابية في الدلال الظروف التي شاهدتها المقابلة كان هناك نقص عدد من جانب الرجاء فهدف ذريده قد يكون هدف من ذهب بين قوسين في مباراة الدهاب وقد يخدم مصلحة الرجاء ويجعلها على بعد هدف واحد لضمان التأهل بالنسبة للجماهير الرجاوية فأكيد فهي الآن تنتظر بالشوق هذه المباراة والتي من المنتظر أن تشهد نديا وتشويق كبير بين الفريقين بمرجعية تاريخية كبيرة سواء الرجاء كذلك الأهلي بخبرة قرية وبتركيبة بشرية قادرة على المنافسة على جميع الألقاء في جميع المواسم كما عودتنا الأهلي بتشوف إزاي سيناريو مواجهة المغرب يعني مواجهة كذابلانكا تختلف عن القاهرة في إيه من وجهة نظرك وهل تتوقع أنه الشكل أو طريقة اللعب والأسلوب اللي بدأ بيهم أو لعب بيهم الرجاء التسعين ديئة الأولى يختلفوا عن التسعين ديئة التانية ولا ممكن نشوف رجاء متخفز في مواجهة العودة في المغرب يعني أكيد يعني مباراة الذهاب على الجانبين يجب وطي صفحة لقاء القاهرة والآن هناك مباراة يعني جديدة بظروف مغايرة يعني كل طرف سيلعب على جزئيات بسيطة وكنا نعلم أن مثل هذه الدربيات يعني تحسن بجزئيات بسيطة بين الطرفين وأكيد الفريق الذي سيكون يعني الأكثر جاهزية على المستوى النفسي والذي سيقع في أخطاء أقل من الآخر سيكون الأقرب يعني لنيل بطاقة العبور للدورة الموالي المباراة يعني صعبة على الطرفين هناك مساندة يعني من جانب الجماهير الرجوي أكيد ستكون في ملعب محمد الخامس لكن الأهل يعني لديه خبرة والذي ما يكفي من الخبرة يعني لتعامل مع مختلف السيناريوهات يعني المباراة ستكون مفتوحة على مختلف على جميع السيناريوهات الأهل الآن لديه امتياز التقدم بهدفين مقابل هدف واحد لكن في الجانب الآخر فالمهمة لن تكون صعبة ولن تكون سهلة يعني في نفس الوقت وليست مستحيلة بالنسبة للرجاء يعني هدف واحد قادر على القلب جميع المواطعيات لكن يجب تفادي أو تجنب تلقي أهداف أهلوية والتي ستكون يعني ستشكل صعوبة وقد تبعتر أوراق الإطار الوطني رشيدة توصي في المباراة الأهل هيسجل إن شاء الله منصف في المباراة وهيسجل بداية يعني هو اللي هيكون بدء بالتسجيل إن شاء الله طيب خليني أخذك لملف الجماهير والحضور خليني أخذك لملف الحضور الجماهير وانا يمكن يعني كنت تابعت كده إن كان فيه مشاكل وكان فيها تردات من جماهير الرجاء المغربي وكان فيه مشاكل حصلت بسبب التذاكر انتهت الموضوع ده وإيه هو العدد اللي هيسمح بي أو المقدر للحضور المباراة يعني في البداية كانت كالمشكل في طريقة يعني بيع التذاكر الشركة المكلفة يعني عادت بين قوصين للطريقة التقليدية وهي طرحها في بعض الشبابيك بدلا يعني الانترنت وهي الوسيلة يعني الأكثر سرعة والتي سيتفادى من خلالها الجماهير أو جمهور الرجاء يعني ذلك الاكتضاد والطوابير الطويلة الآن الشركة تدركت الأمر وطرحت بعض التذاكر في الانترنت يعني هناك بوادر لإنهاء هذا المشكل على المصص والتذاكر بالنسبة العدد المسموح فكان محدد في 35 ألف مشجع من جانب الشركة قبل أن تكون هناك جلسة مع إدارة الرجاء الرياضي اللي يتقرر رفع العدد يعني لأكثر من 40 ألف الرجاء يعني تعول على المساندة الجماهيرية في هذه المباراة مباراة يعني مصصرية ستشهد يعني تشويق وإثارة بين الناديين وأكيد أن الفائز أو الأكثر دكاء في هذا اللقاء والذي سيكون أقرب لتأهل إن شاء الله رأيتك لطريقة لعب وتشكيل الرجاء هل تتوقع أنها هتختلف برضو عن مباراة القاهرة يعني ممكن نشوف أسماء ما شركتش ولا توقع أنه السكواد أو العناصر اللي لعبت مباراة القاهرة هتكون هي هي ولكن الطريقة اللي ممكن تختلف أكيد يعني شخصيا أعتبر أن تركيب البشرية لن تشهر تغييرات عديدة يعني في ظل أن الغيابات ليست كثيرة هناك زكريا الوردي الذي أجرى عملية جراحية حديثا في قطر هناك إمكانية للبدء بعمر العرجون والطقم الطبي ينتظر تقرير مفصل حول حالته لتحديد موقفه قبل اللقاء يعني أرى هو التغيير الوحيد رشيدة التوصي بالنسبة للأسلوب اللاعب أكيد أن كل طرف سيلعب يحضر في البداية يعني كنا نعرف أن الهدف المبكر سواء كان بثوب رجاوي أو أهلاوي سيصعب المأمورية على الطرف الآخر يعني كل طرف سيالعب يعني يترزن وسيتفاد تصرف مثل اللقاء في النهاية نحن نتكلم على فرقتين من أكبر فرق على مستوى القارة وكوننا نتمنى أن يكون لقاء في مباراة نهائية هو بالتأكيد نهائي مبكر لكن نتمنى إن شاء الله بإذن لأنهم يقدموا عرض قوي لقب الكرة المصرية والمغربية والكرة العربية بشكرك شكرا جزيلا منصف عدي طبعا الصحفي المغربي بموقع البطولة أخبارنا مهمة جدا في الأهلي في رمضان ودائما الأهلي في رمضان أحلى ودائما أخبارنا حلوة ومعايا خبر مهمة جدا ونجم صهرتنا النهاردة كابتن أشرف موضوح عندنا كلام كتير هنقوله على مطش مصر السنغال وهنتكلم على المو المو كان مكسر الدنيا مبارح في إنجلترا جماعة وردود الأفعال على المستوى الرائع اللي قدموا ليفر كول في المقام الأول والهدفين اللي أحرزوا محمد صلاح في المقام الثاني النهاردة سيطروا بشكل كبير جدا على ردود الأفعال في معظم وسائل إعلامه الصحافة خلينا نتابع ده كله في الأهلي في رمضان بس بعد الفاصل موفقين بإذن الله الأهلي ما بيخافش والمستحيل ليس أهلويا زي ما تعودنا دايما نقوله بإذن الله إن شاء الله الدور قبل النهائي أو تذكرة الدور قبل النهائي تكون من نصيب الندي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي هنتكلم أكتر على الأهلي وهنفرض مساحات أكتر لرجاء وزي ما عدتكم في بداية صهرتنا النهاردة كمان هنروح للمغرب نطمن على فرقتنا ونشوف بداية التمرينة بتاعت النهاردة بس خلونا في البداية نرحب بنجمينا النهاردة كابتن أشرف ممدوح اللي بيشرفنا في الأهلي في رمضان نقوله بداية كل سنة وانت طيب ورمضان كريم أحمد مساء الخير ومساء الخير على الجماهير الكرة في مصر جميل النادي الأهلي خاصة وكل طبعا الأم الإسلامية كل سنة وانت طيب كل سنة وكل مصر بخير وصحة وسعادة الشعر الكريم جري بسرعة جدا وأيام كلها خير الحياة وان شاء الله يكون رب دايما بالخير على مصر ومصري وأم العربية كلها بإذن الله تعالى وسعيد دايما بوجودي معك انت عارف أن يعني دي جات على الهوى أنا بايت أتفائل بيك قبل المطشوات الصعبة يعني دايما الحمد لله دايما بنتلع في ظروف صعبة ولكن الحمد لله يعني ربنا دايما الحمد لله بيكرمنا وطبعا بمجهود رجالتنا اللي ان شاء الله هنتكلم يعني في الحلقة ان شاء الله على الروح القتالية العالية للنادي الأهلي والظروف الصعبة وشخصية النادي الأهلي دايما بتزهر في ظروف الصعبة والله أنا كنت بقول في هذه الحالة أننا مش مستصعبها قوي يعني شايف أنه في حاجات كثير قوي احنا رايحين المغرب وإحنا الاريحية أكتر عند النادي الأهلي الدغط أكتر عند الرجا اثنين وواحد في الأدوار النهائية في بطولة بحجم دوري الأبطال نتيجة مش سيئة بالعكس نتائج بلغة الأرقام كانت أسوأ عملها النادي الأهلي على ملعبه وطلعت برا تصارت المستحيل زي ما بيقول طبعا هو أكيد إن شاء الله هنتكلم فنيا شوية عن مباراة الرجاء وإزاي إن شاء الله نقدر نخرج بنتيجة إجابية بإذن الله من المباراة دي خاصة يا أحمد أنا كنت بتفرج عليك قبل بداية لقاءنا يعني احنا هنا أفضل بكثير يعني لقاءاتنا أمام الرجاء سواء في المباراتين الأخراتين خاصة اللقاء اللي هنا الاستحواز والفرص وحاجات كثيرة جدا جدا كنا الأفضل ولكن دايما نتيجة اللقاء هي اللي بتفرج احنا الحمد لله متفوقين باثنين واحد بفارق هدف نادي الأهلي قادر طبعا إن شاء الله إن شاء الله إن يقدر يتخطى عقبة الرجاء إن شاء الله الظروف والأجواء اللي ناس كلها متخوفة منها وبتتكلم عنها شخصية نادي الأهلي قادرة دايما بخبراتها الكبيرة جدا نتقدر تتخطى الظروف دي وعايز أقول إنه علاقتنا مع الأشقاء المغربة خارج الملعب مع جماهير حتى الإعلام المغربي أنت لسه كنت بتكلم حد من أخوة الصحافين علاقة جيدة جدا طبعا رئيس النادي هناك واتصاله بكاتر محمود الخطيب واتمئنانه على البعثة كل هذه الأجواء أجواء ودية جدا جدا ولكن المنافسة الحقيقة داخل الملعب وإن شاء الله شخصية نادي الأهلي تفرق بشكل كبير جدا وفي نهاية العلاقات سواء بين الأهلي والرجع أو مصر والغرب أقوى بكثير جدا جدا ماتش كرة ومن بطولة كرة قدم بس قبل ما أدخل في التفاصيل معاك ونتكلم كرة بقى ونشوف يعني إزاي شايف مواجهة الجمعة دي عايز أقف معاك مع ملفين مهمين جدا ملف الأول شغل مصر كلها وشغل عالم العربي يمكن ووسائل إعلام والصحف تكلمت وأنا فكر تاني يوم المباراة تحديدا في برنامجي هنا على ششة الأهلي السادسة اتكلمت مع حضراتكم في النقطة دي وقلت لكم على فكرة من باب الدفاع عن الحق الحق يعني هو حق أصيل للمصريين وخصوصا أننا اتكونا بالنار دي قبل كده أمام زمبابوي في ظل الحالات الخروجة عن النص الممنهجة والمتعمدة السيناريو اللي احنا وجهناه في السنغال تحديدا أنا قلت لحضراتكم هنا أنه من الواضح جدا جدا لأي محلل بسيط جدا أنه مش وليد اللحظة مش وليد الصدفة بل أنه سيناريو ممنهج ومحطوط من قبل المباراة وتم الأعداد دي والتمويل ليه بشكل كبير جدا وعلى هذا الأساس طلبت أنه من حق مصر جدا أنها تعيد المباراة وده الملف اللي تم تدوله بعد كده لفترات طويلة جدا واسمعنا تصريحات واسمعنا ملف تقدم من اتحاد الكورونات الاتحاد الدولي خليني أقول لحضراتكم وادخل في الموضوع وقال لكم إيه الجديد بكرة إن شاء الله هو مش ملف واحد مش ملف في مصر والسنغال فقط لكن ملف لأربع مطشاط حصل فيهم مشكلات وتقدمت فيهم طلبات لاتحاد الدولي للكورة القدم بإعادة المباراة في المرحلة الأخيرة أو المواجهة الأخيرة في تصفيات كاس العالم عشرين اتنين وعشرين بكرة إن شاء الله بإذن الله بكرة الخميس الأربع ملفات دول من ضمنهم على مستوى قارة إفريقيا مبارتين المباراة الأولى اللي تخصنا دي اللي جامعت بين مصر والسنغال والمباراة التانية اللي جامعت بين الأشقاء الجزائريين ومنتخب الكاميرون وأعتقد كان برضو فيها مشكلات وأزمات مرتبطة أكتر بالنحية التحكمية فاتحدد لهم بكرة إن شاء الله بإذن الله حددت لجلة الانضباط في اتحاد الدولي برئاسة الكولومبي جورج بالاسيو عشان يدرسوا الأربع ملفات ويقرروا ما إذا هتم أو هيكون فيه قرار بإعادة المطشاط أم لا فالنتيجة هتكون واضحة بكرة أنا ما بحب شقر الانطباعات وما بحب شقر التسريبات أنا بحب جدا جدا ويعني أعتقد يتفق معي كل العاملين في مجال الإعلام دايما إن إحنا بناخد دايما مش بالمقدمات لكن بعض التكهنات والتسريبات بتقول إنه الاحتمال الأغلب إنه يتم إعادة المباراة تتوقع إنه يتم إعادة المباراة ولو أعيدت شايف إزاي فرصنا في إن إحنا يعني مش عايز أزبع الأحداث طبعا لكن خلينا أخذ رأيك يعني شايف إزاي ممكن تكون الفرصة لو أعيدة المواجهة مرة تانية وبالمناسبة أشرف خلينا أقول برضو إن لو تم أو صدر قرار من لجنة الانضباط بإعادة المباراة هتكون على ملعب محايد يعني مولا ديوش هتلاعب في السنغال أغلب الظن هتكون في قطر الدولة اللي هتصديف للمنديال وغالبا هتكون بدون جمهور هو الأهم مصر كيروش يرجع لو لا يبقى يبقى تدخلنا في متاهات كده لا أعطبت خلاص كيروش فصل وانتهى صفحة وانتهى أكيد أكيد أشوف يعني بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم شايف أنه صعب جدا إعادة اللقاء لأنه لجنة الانضباط يعني على مدار تاريخ لجنة الانضباط أعتقد ما تمش إعادة أي مباراة دايما بتكون غرامات أو نقل مباراة أو مباراة غرب كانت لجنة الانضباط أعتقد محكمة الرياضية يمكن المحكمة بعد لسه ثلاث شهور الحكم في الموضوع ولكن بكرة لجنة الانضباط ستدي أعتقد مش قرار ممكن يكون لو قرار نهائي بعدم إعادة المباراة أو ستترك الموضوع للمحكمة رياضية بعد لسه شهرين أو ثلاثة ولكن أنا شايف الظروف صعبة لأنه يعني صحيح كان فيه ظروف صعبة كان فيه يافطات مسيئة أو عدم تأمين بشكل كبير الليزر زيادة شوية يعني الملف بتاعنا صحيح كان زيادة كثير خطة صحفة العالمية تكلموا عنه بشكل كبير ما كانش فيه تأمين بشكل كبير المعاملة بالمثل ده الملف اللي تقدم به الاتحاد المصري للاجل تندباط ولكن أنا شايف كلها أمور تعدي أو حتى على تأدير العقوبات ممكن تكون مجرد غرامات مالية منع جمهور ولكن ظروف صعبة جدا جدا يعني ممكن إعادة مباراة لازم ظروف أصعب من كده نزول جمهور أو تعدي على اللاعبين أو رجهزة الفنية وده ما حصلش وأعتقد ان ده صعوبة جدا جدا لإعادة المباراة ولكن نتمنى طبعا إعادة المباراة وإعادة الأمل تاني اللي وجود في كاس العالم قبل أن أذهب للمو والراجل مكسر الدنيا مباراة في إنجلترا ليس مباراة بس الحقيقة فترة فترات طويلة فترة أنا أتكلم من بعد كاس أمم أفريقيا وعدم النجاح في الوصول لكاس العالم لأن الناس دست عليه فعرف معنويا عشان تتعدي الحتة دي وانت بتكلم برضو على منتخب بلدك مش تتكلم على نادي تتكلم على منتخب بلدك وتحاول تركز في مستويات يعني تتكلم على أعلى يعني الدول الإجليزي مستوى عائلي جدا جدا تتكلم على نايتد والسيتي ومش عارف إيه والسيتي مطشين في أقل من شهر صحيح فقبل ما أروح لمحمد صراح بس عايز أقف مع رأيك في المنتخب هل شايف أنه بعد الخروج من تصفيات كاس العالم 2022 في حاجة بتقول إن إحنا خدنا خطوات نصحح مصار ونبص على كاس العالم الـ 26 ولا ده أوانه لسه مجايش ولا أحنا نشتغل في التراك التاني مختلف لا للأسف للأسف إحنا إحنا إنا وإنت هنا أنه أنت محتاج دايما عند كل إخفاق أنك تبتدي بطريقة سليمة وده ما بيحصلش يعني ما بيبقاش في خطة واضحة لمنتخب مصر أو لمنتخبات لسنين جاية لسنين جاية يعني في خطة دايما تكون قسيرة الأجل أو المدى في خطة طويلة الأجل شوية التخطيط ده محتاج شوية أنك تقعد وتدرس الظروف اللي أنت عاشتها في السنين اللي فاتت نجحت إزاي خلي بالك إحنا دايما بنتكلم عن ظروف نجاح منتخب مصر في الثلاث بطولات اللي حصلنا عليهم مع كابتن حسن شاحتها والجيل الزهبي لمنتخب مصر ظروف خاصة جدا جدا حتى الجيل الزهبي ده مصدش كسعان مثلا يعني ولكن على مستوى أفريقيا حقق إنجاز كبير جدا طبعا التوليفة اللي كانت موجودة وهذه مجموعة من اللعبين مع كابتن حسن شاحتها مع مع ظروف وهيئتها البلد تماما في هذه الفترة والدعم الكبير جدا جدا لكرة القدم في الفترة دي كمهور أحمد أنت متخيل أنت أكيد فاكر كويس جدا وكلنا ما حدش يقدر ينسى الجيل العصر طبعا ستة وعشرة وثمانية وعشرة الدعم الكبير جدا جدا من الجمهور المصري والإعلام المصري والمجموعة اللي عبين الموجودين مع كابتن حسن لا يعني هذه المجموعة أو هذا التوقيت تحديدا وكل الظروف كانت مهيئة أنك تحقق نجاح كبير جدا في أفريقيا ده مش متوفر دولاتي بشكل كبير على مستوى كل الظروف طيب الانتحاد المصري كانت خدم إمتى يبتدي يصحح المصري قلنا خطوات كتيرة جدا اللي لازم تتعامل خاصة أنك تبتدت تفصل شوية ما بين المجموعة اللي بتشتغل مع منتخبات مصر طبعا من النشئين للشباب للمنتخب الأول وما بين ربط الدائر المحترفين اللي خلاص المتخصصة في ده يعني بقى عندك فرصة كبيرة جدا 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 أنك تركز تبتدي تشوف هتعمل إيه الفترات اللي جاية هتخطط أربع خمس سنين لمنتخبات مصر فترة جاية أول حاجة كان لازم يكون فيه مدير فن الاتحاد لازم ما فيش خلاف إن اسم مستر فنجادا اسم كبير جدا جدا ولكن ما اشتغلش واحد عالمية من مش على عشرة واحد عالمية بإخلاص وبتخطيط للاتحاد المصري والمدربين على مستوى المدربين وعلى مستوى اختياراتهم وعلى مستوى يعني أنه يقدر يعمل لهم معايشات وشوية أنه يجيب لهم محاضرات ومحاضرين مبارئ ما فيش ما حصلش الكلام ده كله وعايز أقول لك أنه في الفترة اللي تولى فيها أعتقد ما حصلش ولا مرة دورة تدريبية للمدربين مثلا على مستوى المدربين في مصر طيب انت محتاج مدير فني يخطط وده ودايما أنا بقول أنا وانت وانتفقين على هذا أنا وانت أنه أفضل الناس لازم تشتغل في هذا القطاع قطاع المدربين قطاع الأجهزة الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين المسابقات عندنا في مصر المسابقات الناشئين ما نشتغلش عليها تماما طيب انت لازم تشتغل من تحت عشان تقدر توصل في الخطة المستقبلية دي بعد 4-5 سنين يكون عندك مجموعة مميزة جدا من اللاعبين ومن المدربين طيب خلينا ألخص هذا في سؤال تاني محتاجين نبني جيل جديد طبعا لو كان هدفنا من النهاردة 20-26 محتاجين نشتغل على جيل جديد نبني فرقة جديدة المنتخب مصر منتخب مصر معدل الأعمار فيه مش كبير يعني نحن نكلم في 26-27 سنة أعتقد ومعنا نتكلم على 26 يعني لو أنت تكلم على فريق هيوصل 26 يبقى صلاح مثلا هيبقى عنده 33 سنة لا تنسوش انت عندك جيل تاني طالع المنتخب الأوليمبي ودائما بنتكلم عنه انه لأ عندنا فيه مجموعة مبشرة لازم تشتغل صح أحمد أنا أكلمك على المنتخبات الناشئين من تحت انت لازم تشتغل معهم بطريقة سليمة محمد صلاح ما بقاش هذا النجم العالمي بهذه الشخصية بهذه القوة وهذه القدرة إلا بالمعايشات اللي قدر يتعامل معها بر مش بس شخصيته هنا لأ محاكاته بر وإصراره والناس هناك شتغلت معه بطريقة سنين أعتقد 14 سنين تقريبا في ليفر بول وقبلي روما وقبلي تشيلسي وقبلي بازل هتكلم في حوالي 8 سنين 9 سنين يعني هتكلم في 19 سنين شكلوا شكلوا شخصية صلاح وشكلوا قد إيه بيتعمل بطريقة احترافية جدا جدا صلاح لو كانتتأخر 4-5 سنين مستخيل طبعا طبعا فأنت لازم تشغل من تحت لازم تشغل مدير فان الالتحاد يشتغل على كل قطاعات الناشئين المدربين عندنا فيه مشكلة كبيرة جدا جدا أنه بتشتغل بطريقة خاطئة مع أولادنا ودي عاملة أزمة كبيرة جدا في أن الولد لما بيوصل لسن 17-18 سنة خلاص تفكيره بيروح في منطقة بعيدة جدا بقاش فيه الالتزام وبقاش أحديد شوية للمبالغ المالية اللي بتعقضاها اللاعبين لأنه بيفقدهم الطموح النهاردة اللاعب يوصل ل22-23 سنة بيبقى معاه على الأقل 10-15 مليون جنيه يعني ربنا يزيدهم ولكن خلاص أنا عايز عندي فلوس عندي عربية عندي شقة عندي اثنين ثلاثة عندي خلاص اتجوزت فخلاص أنت فقدت الطموح أنك تبني وأنك عايز هي مش بس نواحي مادية ولكن دي بالتأكيد بتأثر بشكل كبير جدا مشكلة في أنه سقف طموحك يبقى المادة بس يعني ربنا ده مش فرياضة بس دف أي حاجة لما ربنا بيديك موهبة معينة وبيميزك عن باقية خلقه بالجفت دي أو بالتالن دي مفروض أنك أنت يبقى واحد من طموحاتك أنك أنت تكبر الموهبة وتصل بيها لأعلى مدى كنت ترسم كنت تمثل كنت تغني كنت تلعب كورة كنت تلعب بولي يعني أنك نوع الموهبة مطلوب منك طبعا المادة حلم مشروع لأي إنسان على عوضة الأرض وهو حلم أساسي جدا ومست حاجات كثيرة جدا من أنك تتحقق ذاتك أو تثبت ذاتك أو تنجح أو يعني تبقى من المميزين في الحتة دي صحيح على مستوى الدنيا كل أنا معك ومتفق معك تماما بس هذه ليش كل العقليات ليش كل العقليات شبابنا كده أنا بزعل على مواهب كثير جدا جاد في مصر هنا كنت بشوفها تلعب طبعا بيفقدهم الطموح ده بنسبك بيراجد جدا تعالوا نروح للطموح اللي بجاد محمد صلاح اللي حقق الحقيقة يعني اعتقد في سجلات تاريخ الكرة المصرية أرقام هتبقى صعبة شوية على حد تاني انه حقق لكن نشوف يعني أنا بيتهالي ما فيش خبر تناولت في محمد صلاح إلا ما كنت بتكلم على رقم جديد بيحققوا أبو صلاح في الراكدز يعني أو في سجلات الكرة العالمية صلاح بعد مبارات مبارح بعد مبارات مبارح اللي جامعت بين نيفر بول والمان يونيتد أصبح أول لاعب يسجل خمس أهداف خلال موسم واحد في مرمى مين مش برايتن بقى ولا ليتز ينايتد ولا مش عارف في مرمى المان يونيتد ورفع رصيده في صدارة الهدفين للتنين وعشرين وحتى طبعا لما شفش الماتش أو المعاش النتيجة المباراة انتهت بعرض أكتر من رائع كرة يعني يعني الجماعة المتعدين هذه هي كرة القدم يعني هذه هي كرة القدم اللي ما شفش المباراة أرجوكم حاولوا تفرجوا عليها أو على أقل تشوفوا السامري بتاع المباراة دي لأن الحقيقة ليفر بول بشوف أنه أقدم واحدة من أجمل ماتشاته قدام في الموسم ده قدام السيتي والسيتي فرقة أنا بشوفها أفضل فرقة بتلعب كرة في العالم نجح أنه يكسب ويسجل ثلاثة أهداف لكن ما قدمش المتعة دي زي ما قدم قدام الماني يونايتد وصلاح من الأربع أهداف اللي سجلهم ليفر بول سجل هدفين وصرع كمان أسيست لويس دياز سجل به الهدف الأول ليفر بول عشان يكون الأسيست رقم 12 ليه في الموسم ده فأرقام ما شاء الله طبعا قياسية وبكده بالهدفين كمان بتوعهم بارح يبقى وصل الهدف التاسع في شباك مانشستر يونايتد عشان يعادل رقم حقوق ثلاثة من نجوم ليفر بول طبعا السابقين منهم ستيفان جيررد نجم ليفر بول التاريخي جوج وال وساندي تونبول وأصبح واحد من الهدفين التاريخيين لليفر في مواجهة طبعا دربي مانشستر يونايتد وبقى كمان تاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد الوحيد اللي كان عمل ده كان طبعا نجم الأرسنال قرب كده وريال مسعود أزيل وعمل ده في موسم 2015 2016 صحيح أريد أن أستعرض معاك الصحافة العالمية بتكتب العالمية الإنجليزية والعالمية صحيح لأنهما يعني هو طبعا ليفر كان مقدم براه جيميز جدا ولأول مرة من أعتقد من بداية الموسم يتصدر جدوى للترتيب بعد الخوز اللحاوة في انتظار طبعا مواجهة السيتي النهاردة أعتقد بيلعب مع برايتن والسيتي متقدم لغاية دلوقتي يعني لو فضلت تقدم يستعيد الصدر لكن في النهاية ما زالت المنافسة قوية جدا وحتى لو السيتي كسب هيبقى الفارق نقطة واحدة بين وبين ليفر بول لكن مبرح ما تكلموش على المطش قد ما تكلموه على صلاح يعني صلاح يعني في انجلترا خلاص أصبح ظاهرة ظاهرة كبيرة جدا جدا يعني الناس بتحترم صلاح بشكل غير طبيعي وهو بيقدم مستويات مميزة جدا وصلاح كل ما بيقع نفسيا درجة بعدها مباراة تانية بتلاقيه رجع لمستوى أفضل مما كان عليه ودي تصرحات كل التصرحات الإعلامية والصحفية اللي موجود هاخد معي نجمة من النجوم النادي الأهلي وواحد من اللعيبة اللي أنا شخصين كنت بحبهم جدا ومزلت طالهم بحبهم كابتن بدر رجب معنا من الإمارات ساخيري كابتن بدر وكل سنة وانت طيب كابتن وانت طيب حبيبي وممس على كابتن أشرف منضوح بقوله كل سنة وانت طيب ولمدان كريم عليكم على الهمة العربية كلها كابتن بدر وحشنا جدا جدا كل سنة وانت طيب وكابتن بدر يعني واحد من الناس اللي بجد والله الواحد كان بيستمتع بأداء في الملعب وأنا طبعا تشرفت اللي زميلته يعني يعني تخيل أنت مواجم بتستمتع وبتتفرج على أداء لعب زي كابتن بدر جدا كل سنة طيب يا كابتن وعايزين نشوفك قريب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يجمعنا على خير ان شاء الله مصر ماذا تيجي مصر قريب يا كابتن بدر ان شاء الله بأمر اللي بشعر سبتة ان شاء الله نازل مصر مصر كل حاجة لها طعم تاني يا سيد أحمد ورمضان في مصر غير كل بلدان العالم الشرط هنا بس غير كل بلدان العالم رمضان في مصر غير يعني أجواء وعيشة وحياة وروح وكل حاجة كوائسة في مصر في رمضان وغير رمضان كمان بس رمضان طبعا شهر كريم وإحنا بنحب رمضان وإحنا كمصرين بنستمتع برمضان في مصر اه بس أنا مفتقد أننا لستمتع ده مش موجود لكن إن شاء الله ننزل مصر ونستمتع بيها إن شاء الله بس وعد إن شاء الله أول ما تنزل مصر يجب أن تشرفنا هنا في قناة الأهلي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أكيد ده بيتي ده بيتي إن شاء الله بإذن الله ده بيتي يا أستاذ أحمي طبعا يعني ليه شرف أننا بقى موجود معكم شرفنا دايما شرفنا كابتن بدري خليني أسمع رأيك عن مواجهة الجمعة المقبلة وأخذ رأيك في مطش اللي فات برضو لأنه فرقة الرجاء من الفرقة اللي إحنا قابلناها في مناسبتين مختلفتين بس الاتنين قريبين شفنا الفرقة عرفنا مصادر خطورتها عرفنا نقاط ضعفها شفنا الفوارق اللي ممكن تكون موجودة بين الأهلي وبين الرجاء انطباعتك عن مباراة الجمعة اللي جاية وإزاي شفت مطش السبت المواجهة تنذهب في القاهرة لا أضعنا فوز كبير في مباراة القاهرة في يوم السبت أضعنا فوز كبير جدا وسهل جدا الأهلي تحكم في المباراة وسيطر عليها من بدايتها الوقت نهايتها الهدف الذي دخل فينا أبسل علينا فرحتنا لأنه كنا ممكن نفس المباراة من أربعة لخمسة الأهلي أدى أحسن مباراة استنادي في المطولة الأفريقية متفق معي وتسايد المباراة وكان هو الأخطر طول المباراة اللهم إلا بس الغلطة بتاعة الجهود اللي يغلب فينا لكن أنا عندي سكة كبيرة جدا في النادي الأهلي وفي العبت النادي الأهلي في الجهاز الفني اللي موجود لكن خلينا أقول لك أن المباراة تبقى صعبة جدا عصابية جدا بسبب الجبهور المغربي وهما حمسين جدا وعندهم شغف وحب الكبيرة جدا وحب الفرقيتهم لكن النادي الأهلي يمتلق خبراس كبيرة جدا في التعامل في مباراة الأفريقية المباراة تبقى صعبة على الفرقتين مش على النادي الأهلي بس على الرجاء كمان لأن على الرجاء نيعي ويستوعب أن هو حيلاعب بطل أفريقيا وهيلاعب فرقة لها تقل في أفريقيا النادي الأهلي طول عمره بيظهر في الأزمات يعني عمرنا ملعبنا مباراة سهلة وطول عمرنا بلحط تحت ضغط والحمد لله بنعد الدغوط دي وبنعمل نتائج كويسة فأنا مش أنا على النادي الأهلي قدمها الآن من الجماهير المغربية إيه الحاجات التي ترغن عليها في مواجهة الجمعة اللي جاية يعني أنا كنت بتكلم في الأول أنه في كافة الأهلي فكرة أنك أنت بتلعب مباراة بأريحية أنت مش مطلوب منك قد ما هو مطلوب من الرجاء الرجاء مطلوب منه أنه هو يسجل الفوارئ الفنية بانت في المواجهتين الأخيرتين سواء سوبر أفريقيا أو كورا يعني بتكلم على قدرات اللعيبة والناحية الجماعية فبالتالي إيه اللي أنت تراهن عليه في مطلوب الجمعة كابتن بدر إحنا قدراتنا الفنية أعلى بكثير بصراحة يعني عشان بحقاني يعني وده مش تحيوز للنادي الأهلي بقدم إحنا ظهرنا في المباراتين الأخيرين معهم بالذات الفريق المغربي ما كانش يعني ندل النادي الأهلي في المباراتين وقبل كده برضو ما كانش النادي الأهلي لكن المباراتي أنا براهن على التوازن اللي حيبقى موجود وليه يعمله موثوماني من الدفاع والهجوم في النادي الأهلي هيلعب مباراته واتزنة مش هيبقى عنده صربعة إنما الفريق المغربي هيبقى عنده صربعة في فرق بين الصرعة والصربعة فهم هيبقى عندهم صربعة لسبب الضغوط اللي نتبع عليهم من جماهير عشان هو عايز يسجل بدري عشان يضمن المطش ويسيطر عليه فأعتقد النادي الأهلي هيتعامل بهدوء جدا في المبارات عندنا خبرات كبيرة جدا في التعامل في مبارات الصعبة لزي دي ما عنديش أي شك إن إحنا عندنا أبطال يدار الشراف في القرى المصرية والشراف ونادينا النادي الأهلي فبالتالي المبارات مش سهلة زي ما في المجرب متوقعين النادي الأهلي يخص معليك جدا لأي فريق مش في أفريقيا بس في العالم وإحنا لعبنا قبل كده مع بير بنونخ وكنا ند وما كناش يعني الناس فكرت إن إحنا ضعاف ويخسرنا بنتيجة نتيجة مش كبيرة يعني بالتالي النادي الأهلي إن شاء الله المبارات دي إن شاء الله يعد الدور ده ونوصل للبطولة الأفريقية المحببة لدى لعبة النادي الأهلي وجماهير إن شاء الله أنا مش ألقان بصراحة إن شاء الله عندي سكرة كبيرة جدا في لعبتنا وفي جهازنا الفني وأعتقد إن كل مصر بما فيها جماهير حسنة النادي الأهلي وده الطبيعي إحنا كمصريين بين سنة الممثل الوحيد في أفريقيا وهو النادي الأهلي وإن شاء الله إحنا متعودين على إن النادي الأهلي بشرفنا بكل المحافل وده مش جديد عنه إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا كابتن بدري برجب نجم النادي الأهلي طبعا وكل سنة ومتطيب مرة تانية ملايبة مع كابتن بدري ملايبة يعني ممتعة تستمتع بأداءه في الملعب يعني لا طبعا كابتن بدري عنده حق طبعا لأنه فيه فيه المباراة في الملعب يعني لعبتنا بالتأكيد عليهم دور كبير جدا جدا الحمد لله متلاكنا خبرات كبيرة جدا للفترات اللي فات كنا متخوفين على لعبتنا في أول بطولة لو فكر يعني شاركوا فيها كان فيه مجموعة كبيرة لسه ما شاركتش إفرقية دائما يعني يعني انتباعي هتكلم على الجيل ده شكرا بكلم يعني نيمي السامة النادي الأهلي كان نادي أهلي لكن دي سامة الجيل ده بحكم حاجات كتير قوي بشوفهم مش عايزة أقول مظلومين فيها لكن هي وانت لعيب كرة وفاهم يعني إيه تلعب مطشات مهمة ومطشات بطولات على مدار تلات مواسم من غير جمهور فرقة دي بتكسب بطولات من غير جمهور نادي أهلي ما تكون حضر معاه في أستاد بالكتير قوي بيشجحها على السوشيال ميديا يعني صوته واصل عن طريق الميديا بتلعب كم كبير جدا من البطولات يمكن على مدار التاريخ كله من أول من النادي بدأ لغاية النهاردة ما تهيليش إنه فرقة النادي الأهلي فريل أول لكورة القدم لعب هذا الكام من المباريات والبطولات في خلال الفترة الزمنية دي وده أعتقد كان واحدة من المزهد القسوة الشديدة دي على لعيب الكورة مش بيشارك بس بيحقق كمان وبيحقق نتائج كديم وميزاج الدنيا فبالتالي الظروف دي خلتني أقول وده كان سؤالي بقى إنه الجيل ده تعودت منه وإنه ما بيلعبش في أفريقيا إلا بعد يعني بعد دور المجموعات ده صحيح يعني فهم عصلي يعني الأهلي ما بيظهرش بشخصيته بشخصيته بحقيقة وليبانش كورة الأهلي وبتالي ده واضح جدا في مطش رجاء سيبك من السكور أنا بكالي مع الكورة والأداء والمستوى صحيح الأداء فرق كتير جدا عن عن دور المجموعات تحديدا أول 25 ديئة الناد الأهلي بشكل مختلف تماما خططيا وتكتيكيا والضغط العالي من فوق التحرك في جميع مساحات الملعب بالاختراقات سواء من العمق أو من الأطراف لا شاهدنا 25 ديئة الناد الأهلي مختلف تماما تماما عن دور المجموعات وكمان عملت التارجت اللي كنا بنقول عليه أنك تقدر تحرز هدف واثنين وتخطف المباراة بدل من الله يعني عدم توفيق وسنة شوية عدم تركيز بتدي طبعا النتائج السلبية دي ولكن أنا شايفها على المستوى المباراة أنا شايف نتيجة إيجابية أنت قدرت تحرز هدفين هنا صحيح دخل مرمانة هدف ولكن أنت قدرت تحرز هدفين كان ممكن تحرز 3-4 هدف تاني خلي بالك على مستوى الاستحواز ومستوى الأهداف ومستوى الفرص اللي ضاعت مستوى حتى الدربات الركنية والدربات السابتة النادل لأهلي متفوق بفرق كبير جدا عن الرجاء حتى التزديد على المرمى تمسدت تقريبا 26 أو 27 كرة على المرمى منهم 11 كرة على يعني في الإحصائيات 11 كرة على المرمى مقابل تقريبا كورتين يعني تعريبا واحدة والاثنين كانوا في منطقة الخطورة وده برضو يعني أنقذ شلها لا يعني شكل وأداء للنادي الأهلي في المباراة تطمنا بشكل كبير جدا أنت محتاج هناك تعمل إيه بالتأكيد يعني أتمنى أننا التشكيل يكون في شوية لعبين يقدروا يسيطروا يعملوا الاستحواز في وسط الملعب شوية فريق الرجاء عنده سرعات وعنده أثنين لعبين يعني عنده أحداد وعنده محسن متولي ومعاهم زريدة الثلاثة عندهم سرعات شايف أن هم مزعجين جدا وبيقدروا يوصلوا عندهم الخبرة أنهم يقدروا يوصلوا المرمنة يعني مش بسهولة ولكن يقدروا يوصلوا وده مشكلة كبيرة جدا لازم تستحوز هيبقى فيه تصرع كبير جدا زي ما قال كابتن بادر السربعة دي أعتقد عندهم ضغط الجماهير هيكون كبير جدا جدا وبالتالي هيكون فيه سربعة كبيرة جدا تخيل هنا في مصر في مباراتهم معنا بعد ما أحرزنا الهدفين وروحنا ب3-4 كورة تاني أعتقد أنهم كانوا فيه سربعة كبيرة جدا جدا منهم أنهم يروحوا يخلصوا الهدف باعة كبيرة جدا أنت محتاج استحواس في وسط الملعب محتاج اللعبة التي تقدر توصل من الأقل فرصة وتقدر تسجل التوفيق مهم جدا جدا طبعا شفنا قد إيه وسط ملعبهم أحمد عبد قادر تلعب بكل تقريبا وسط ملعبهم بسهولة جدا جدا يا أصود أن اللعب النواحي الفردية أو المهارة أحمد عبد عدى منهم بسهولة جدا جدا وقدر يوصل فرقتنا الاختراقات من العمق أعتقد أنها تفرق كثير جدا في المباراة لأن عندهم عدم الرقابة ليس مميزة رقابة عندهم بعيدة شوية التمركز في خطأ كبير جدا جدا وشوفنا الفرص التي ضاعت مننا محمد شريف كان فاضي تماما لو فاكر في الكرة وما فيش تمركز سليم وبالتالي حتى الكرات العرضية فيها عندهم مشكلة كبيرة جدا محتاج التوفيق محتاج بس أن لعبتنا تركز بشكل كبير جدا محتاج أن تم لوسط الملعب شوية عشان الاستحواز وده يعني أعتقد أنه سيبقى فيه ضغط كبير جدا جدا من الجميل عليهم لو قدرنا نستحوز في وسط الملعب وما نستعجل طبعا أنك تحرز هدف ولكن أنت محتاج أنك تستحوز وأنك تضغط شوية عليهم لكي نلعب للتعاد أو أنك تخرج بنتيجة المباراة دي بالعكس النادي لما يضغط على الفريق المنافس بيدي إيحاء كبير جدا جدا وبيدي نتيجة إيجابية جدا بتقدر تحرز أهداف وكمان بتخليهم يتراجعوا بشكل كبير لوسط ملعب أتمنى أنه المسلمان يكون مجاهز وأعتقد أنه مجاهز بشكل كبير جدا أتمنى مشاركة حمدي فتحي مع ديانج ومع السولاي في وسط الملعب أنه سيدينا استحواز طبعا سيدينا استحواز ويدينا أنه شوية محسن مساحات لهم لما يقدروا يلعبوا الهجمات المرتدة لما تقفل المساحات ويديها عليهم أعتقد أن فرجة الرجاء ستكون بعيدة جدا عن مستوى شاهد لي أنا رايح دايما المطش ده من ساعة ما مطش السبت خلص مطش الجمعة مسيطر علي السيناريو الأهلي والوداد في النجمة التاسع المطش اللي أنت عارف يعني برضو كنت شاهد هام وأنا دايما باحترم الكرة المغربية يعني يعني دايما دايما فرق المغربية حتى الفرق اللي ما هيش مصنفة يعني يعني عارف يعني أنت في المشهد دلوقتي الوداد والراجع لكن حتى لو لعبت وجهة الجيش الملكي نهضة بركان مؤخرا نبتد يبقى موجودة على الساعة ببقى دايما يعني هم كراتهم حلو أنا بستمتع بكرة المغربية لكن برضو خليني أقولك أنه الجيل ده والأجيل كلها أوقات كثيرة جدا الأهلي يلعب بره ملعبه أفضل ما أو يقدم عرض بره ملعبه أفضل من العرض اللي يقدمه هنا في القاهرة أو في برج العرب صحيح لو لاحظت كل تصريحاتنا أو حتى تصريحات كابت سادة بحفيظ طبعا دي شخصية النادي الأهلي هذي اللي بنتكلم عنها دايما واللي عندنا دايما ثقة فيها أنه رجالتنا أو رجال النادي الأهلي دايما في الموقف الصعبة لا شخصية النادي الأهلي بتظهر بنشوف لو مستوى اللاعبين 6 أو 5 من 10 لا في المباراة دي بيوصل 8 9 من 10 بتفرج كتير جدا جدا شوية روح النادي الأهلي وروح فنانة النادي الأهلي ودي حقيقة ما حدش يقدر ينكرها واللي دايما بنراهن عليها لأن فعلا في كل الظروف الصعبة اللي مرينا بيها في النادي الأهلي في كل المباراة الصعبة اللي وقعنا فيها زي المباراة الرجاء دي رجالتنا أثبتوا أنهم قدها وقدها وقدود كمان وإن شاء الله هنخرج بنتيجة إجابية أنا عندي تفاعل كبير جدا جدا يعني مش عارف ليه ولكن عندي تفاعل لأن رجالتنا في الظروف الصعبة دي شخصتنا اللي بتظهر والتفيني والروح الكبيرة جدا لدى لعبتنا لا إن شاء الله هنخرج بنتيجة إجابية من اللقاء هذا بإذن الله أتسمح لي نستقبل واحد برضو من نجوم نادي القالي وكان بالفرودة برضو يعني شقيق ملاعب بالنسبة لك كابتن أسرر كابتن أحمد كشري كابتن أحمد مساء الخير وأهلا بيك كل سنة أنت طيب أهلا بيك طبعا من المدربين المتعلقين دلوقتي كابتن أسرر ممضوح الهدفة كبير حبيبة شيفة النور حبيبي يا حبيبي كشري كان لسا معي من يومين يعني كنا بنتصحر سوى يعني كشري بص بعيدا عن الملعب يعني أنا مش أكلم عنه في الملعب لأن كشري يعني واحد من نجوم نجوم طبعا مصر وهم نادي الأهلي وهدف كبير جدا جدا ولكن على مستوى الشخصي كشري واحد من الناس المحترمة جدا جدا اللي تخرج بيهم من مجال الكور وأنا بعتزد جدا جدا بصداقته الحقيقة والناس المظلومة جدا في عالم التدريب اللي تمنى أنا لسا بقول والله لسا تمنى أنه ياخد فرصة محترمة لأنه دايما بيتظلم مع فرق للأسف شوية يعني مع احترامنا اليوم بعيدة شوية عن المنافسة أو بعيدة شوية دايما بتصرع على يعني ظروف المادية صعبة بس على فكرة الفرق اللي يمكن تكون ظروفها صعبة هي الاختبار الحقيقي اللي تبين معدن المدرب وقدرته وبيسفل دايما أنه هو مدرب مميز جدا هنسيب لك كلماتين الحلوين اللي قالهم كابتن أشرف تستحقهم طبعا تستحقهم والله يا كابتن أحرف لا لا كابتن أشرف موضوع طبعا نعيب كبير وكان هدف كبير ويعني أخويا وصديقي وإحنا كنا بنلعب من يومين مش عايزة أقول لك إنه لسا في الملعب يكتبون كان كابتن أب حليم علي يعني مجبوعة محترمة دي ماتشات اللي قابل الفطار على طولها كابتن أحمد طبعا أنا سعيد إن أنا معاك والله ومعاك يعني تخصية جميلة كابتن أشرف هنت أبو حميد ربنا يكريب الله يخليك كل سنة أنت طيب كل سنة أنت طيب ورمضان كريم عليك يا رب كلام الجميل ده وهو في مجنة تدريبي كل تجربة يعني تقوضها أكيب أكتسب منها خبرات وبتزد في حاجات كتيرة وإن شاء الله بإذن الله يعني الجاي يكون أفضل فرصة تيجي إن شاء الله كابتن وإن شاء الله الدنيا تثبت الفترة الجاي بإذن الله في فرقة تقدر تثبت كاي مكانياتك بوسها كابتن أحمد أنت ابن حلال المصف يعني كابتن أشرف كان لسا بيكلم في نقطة مهمة جدا ويعني وبمناسبة تحاك موجود معنا خليني أخذ رأيك في ده هو كان بيكلم على دور اتحاد الكورة وعلى دور المدير الفني لاتحاد الكورة أنه يشتغل على الجيل الجديد من المدربين يبقى فيه واركشوب يبقى فيه معايشات بره مع عنديها كبيرة يبقى فيه محاضرات هنا من المدربين وأسماع كبار وانت أعتقد واحد من الجيل الجديد الواعد اللي طالع بيقول أن مصر يعني عندها جيل جديد من المدربين وممكن نحن راهن عليهم في السنين الجاية إيه اللي انت محتاجه من الناس اللي عندها المسؤولية أو من منظومة اتحاد الكورة في دعم المدربين المصريين الشباب قبل ما تكلم على مصر الأهلي والرجاء والله وطبعا المفروض يعني احنا طبعا مصر دولة كبيرة جدا بكل حاجة جميع المجالات وخاصة في مجال كرة القدم نحن 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 انه يطور من أداء المدربين انه يبحث دايما على المدربين اللي عندهم تطور وعصر مدربين أجانب ممكن الجيل بتاع اللي هو موجود دلوقت في ناس مدربين محترمة ولازم يطيهم الفرصة وما نقفل على مجموعة المدربين معينين اخذوا الفرص كثيرة واتحت لهم الفرص فيهم اللي أنجز فيهم اللي ما حققاش النتائج فبالتالي لأ انت عندك النهاردة أصف كبير من المدربين اللي نجحوا لما دخلوا الدور الممتاز الكرة تطورت وقت أفضل في الدور الممتاز أو كملوا طبعا المدربين الكبار اللي قابلنا فبالتالي احنا محتاجين من الساعد الكرة أنه يدي خرص المدربين بجانب أنه يسكنهم بالدورات المتطورة مش الدورات الداخلية الدورات المتطورة اللي هي خارج مصر مثلا اديك مثال مثلا اخذ الدورة واخذ بالي دلوقت من داخل في تسع سنين أو عشر سنين بالتالي انت محتاج بعد كده البرو مثلا عايز على حساب الشخص وروحت وعيشت مع فرق في السويد محتاجين بجانب الفرصة الفرصة المدربين مش بتكلم عن نفس بتاعي فرصة المدربين في ناس كتير ظهرت الدور بشكل متميز وعندهم وفي ميزة تبقى المدرب اللي قريب من اللعيبة سنة حتى يبقى فاهم دماغ اللعيب يبقى عارف يوصل يبقى مستوى في العالم ونوك شرط مقاري صحيح مقاري من خمسكم دارف عام سبعة وثلاثون سنة جوارديولا درب برشلونا هو اللي انبتل بورا شابي في اسبانيا مع برشلونا ماترك فيرق مكسر اتنى مع كريسر بلد روني عامل هو ولمبارد مكسر شابي كشري احنا بنتكلم في الجيل الجديد يعني زي ما بيقول لأحمد الجيل الجديد وصل خمسين سنة يعني تخيل انت احنا خلاص داخلين داخلين في خمسين سنة فتخيل لما يبقى الجيل ده تأخر جدا جدا طبعا المكان الوحيد في مصر يقوله عليه شباب في خمسين سنة فهو جيل او مكان كورب خادر حلوة حلوة ملعوبة دي من كابتن طبعا دي محتاجين وفي مجلس إدارة دي محترم وان شاء الله بيسمي دعا معهم الامور تبقى افضل ومصر ان شاء الله تروح لأبعد ان شاء الله بعد كده نمثل نوصل كاس عالم لدي انا شايف من وجهة نظري دي اهل حاجة مصر كبيرة جدا يعني مصر رائدة كرة في أفريكيا ووطن عربي فبالتالي يعني ان شاء الله انها تكسب وتفوز مطشاط عشان ما يبقاش يعني كل راصدنا ان احنا بنحتفل بهدف هنا ولا هدف هناك ولا يبقى مجرد الهدف بالنسبة لنا بس ان احنا بس نتقاهل ونشارك في البطولة خلينا نقل معك لملف الاهلي والراجع المغربي ازاي شايف المباراة وازاي شايف المواجهة اللي جاية مواجهة العنيفة طبعا مع الرجع في ملعبه وفي وسط جمهوره وحط تحت جمهوره انا الحاجة الوحيدة اللي بشوفها بتصب في كافة الرجع هي جمهوره اللي هيكون حاضر في الملعب ازاي شايف المواجهة وازاي شايف فرص الاهلي في تحقيق النجمة 11 كابتن كوشر والله طبعا المباراة اكيد مباراة مش هادئة سهلة لان احنا صعبنا الامور هنا في القائرة وفي الهدف اللي دخل فينا ونقدر نخرج بنتيجة كبيرة لكن في المباراة الكبيرة دي بيبن معدى الحقيق للاعب الناد الآلي او اللاعب اللي هو بيبقى قد المسئولية وانا عارف اللاعب الآلي قد المسئولية وقدرين على انهم يكتبوا الرضاء هناك وخاصة لفريق الرضاء من الفرق المتميزة لكن انا وجد نظر ان هو مش الرضاء بتاع زمان برضو من اميز اللاعب اللي عندهم مش موجودين اللي هو سوفيان كان موجود سوفيان رحيم سوفيان رحيم سوفيان رحيم العيد جامد مش موجود معهم ده كان اكتر لاعب عنه مهارة وصرعة وصورة لكن هم كثير كثير جماعي كويس لكن لو وصدت لأفراد لا أفراد الناد الآلي اكثر اكوى واحسن واسرع وافضل نهريا فبالتالي انا شايف الناد الآلي ان شاء الله انا مش قلقانة عن الناد الآلي انا بس ممكن لا اللاعب صحيح الحالة الفنية هي الممكن تقليل الواحد لكن طبعا مباراة ده مسؤولية مسؤولية على العيدة رقم واحد والعيد الآلي عارفة هي تلعب والناد الآلي البطولات اللي خادها كلها ويعا في مقواة صعبة زي دي واصعب وقدر انه يتخطها ويأخذ بطولة والفريق اللي عايز يأخذ بطولة اكيد هيواجه مباراة صعبة في الأدوار النهائية والآلي قد المسؤولية وحنا شفنا الناد الآلي لما لعب مع الهلال السعود اللي احنا بقول أصعب فرقة في الوطن العربي الناد الآلي قدر انه يكسبه النتيجة وذكور عالي وعمل أداء غير طبيعي فإذا اللعبة عندها وقدر وتقدر انه تاخد الامور بجدية ولو لعبة بجدية زي مباراة الهلال أعتقد المباراة تبقى سهلة على الناد الآلي مش هتبقى صعبة خاصة انت كذبان انت رايع عندك فرصتين من ثلاثة عندك فرصة انك تتعادل عندك فرصة انك تكسب فبالتالي انت عندك فرصتين وعندك فرصة انك تخسر ثلاثة اثنين مباراة تغلال الفرص الحليلة يعني مجال لتضييع كثير او يعني ننتج لك اكتر من فرصة وما تقدر تتغلها فانا شايف ان شاء الله بإذن الله وعارب تأكد ان النادي لقائل كبير والعيد والعيبة افضل في الوطن العربي افضل العيبة في افريقيا عنده من الخبرات من الخط المرمى الشناو الحد المهاجمين كلهم لعبة دولية فبالتالي ان شاء الله بإذن الله الاهل قادر على انه يكسر المباراة وبالنسبة للكلام على الجمهور هم طبعا جمهورهم شارس لكن انت عند جمهور اشهر منهم جمهور النادي الاهلي فالعيب الاهلي وقد على انها تلعب تحت ضغوطات مع جمهور كبير لعيب النادي وكابتن اشهر طبعا كان نكمل كبير جمهورنا اقوى جمهور في الوطن العرب يا كشري ودي حقيقة محدش يدر ينكرها يعني ضبط ولما بنلعب مع فرق خارجية والملعب والاستاذ الاهلي لعيب النادي الاهل لما ننصل بعد او لما نبدأ المهارة ولا يعني المدرد كام الف موجود لانه هو واخد على الزيقصات واخد عن كمهير ان شاء الله اللعيب هتتخطط وبالإذن الله يعني تشكيلي بقى مناسب واعتقد ان الراجل لازم يكون متوازن يلعب بتوازن انا لسه اكلمك على داك واشر انه يعني لو انت مكان مستر موسماني هتضغط من فوق ولا هتلعب بخطة متوازنة شوية بداية المباراة تكون عاملة ازاي تعند خبرات كبيرة جدا حيالك لعب وكمدرب والله كابتن اشرف انا من المدربين اللي دايما ببدأ المباراة لازم ان تتعادل الثقة وديهم الحماس ان هو يبدأ وهاجم يبدأ ضغط على الاقل عشر دقائق لازم تخش في الجيم لان في الداية التحفز والكلام ده اكيد هيبقى فيه تحفز لكن لازم تعدي اول عشر دقائق او ربع ساعة وانت تضغط على الخسم لازم اضغط لازم لان انت كسبت الهلال للشعود ازاي لما ضغط عليه مكتوحية ما خلطوش يبدأ هاجمة فضغط جب تجونين انت لو ضغط على فرية الرجاء ومع عندهم مشكلة كبيرة ضغطت الضار بتاعهم مع احترام لي يعني اقل خطوطه فبالتالي كنت لسه بتكلم مع أحمد فنيا ان خط الضار عندهم الرقابة عندهم بعيدة جدا والتمركز بعيد جدا بدليل ان رحنا باكتر من اربع خمس فرص كان في كل لعب فيهم يعني شريف كان لواحده اعتقد حسين الشحات كان لواحده في فرصة لأحمد عبقادر كان لواحده فالرقابة بعيدة شوي اي ابرابع عليكم هم عندهم مشكلة في التمركز وعندهم بطئم عندهم شمرونة عالية زي العديدنا في الحط الاماني فبالتالي انت كبداية المباراة على نازل انا بالقال انا بالقال اور العشر دقائق اعمل ضغط عالي عشان احكم المباراة واخلي المباراة تمشي الزمان عايز والله لو انا ضغط عشر دقائق وراكب الجيم اللعبة بتاعت انا كان مدرب اقوله خليه بلد احنا ركبين الجيم كامل عشر دقائق تدخل نفسك في الجيم نادل اعلي ما يبقاش رد فعلي اه رحيط نادل اعلي يبقى هو اللي بادئ هو اللي بادئ بالضغط العالي وخاصة قلنا عندهم مشكلة في خط الضم وانت عندك لعيب عندها سرعات محمد شريف عندك طب انا انا عايز استغل لحاجة كابتن كوشري يعني او انت وكابتن عشرف موجودين معي وانتو اتنين فراودة يعني تقال حارس مارمال راجا حارس ممايز جد واعتقد كان سبب رئيسي فانه الرجاء يفلت يعني من مواجهة القاهرة من سكور تقيل من هزيمة تقيلة جد شايف ايه نقطة ضعف يعني 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 سيبك من فكرة عدم التوفيق دي لانه انا بتهالي احنا موفقين كنا جبنا على الأقل 4-5 سجوان في المطش ده لكن شايف كل حارس مارمال وبالتكين انتو فراودة بتعرفوا حارس المارمال اللي انتو هتلعبوه نقطة ضعف ايه تزديد من بعيد كورة الأرضية حارس مارمال رجاء حارس مارمال رجاء حارس متميز تحت 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 العرض يعني الحاجات اللي فيها رد فعل سريع هو فائد فيها تحت العرض لكن الحاجات اللي فيها عرضيات او تمركدات هو قليل فيها بدليل انهم قبل ما يلعبوا الأهلي حوالي 3-4 سجوان كانوا يلعبوا مصر عندهم في الدوري وفي الكاس وكذب و3 جميل تلعب يدخل فيها دفين كان هو أحد أسباب الأهداف اللي دخلت فيك الحارس هو كان موفق في مقراط القاهرة لكن كحارس حارس جيد وحارس كويس لكن عنده أخطاء في الصور العظية ما بيطلعش مطاق تمركزاته مش كويسة الحاجات اللي هي بيخرج فيها لكن هو تحت العرضة كويس الارض الفعل بتاعه صحيح بالتالي انت كلاعيب كمهاجم لكن تشتغل على حارس المارمال تشتغل عليه الحاجات اللي هي بيطيلك ودي كان متميز فيها كابتا ناشف الحاجات اللي هي عرضيات اللي هي وان تطش الحاجات بتفرق جدا ان انت تحطها حارس المارمال تبقى صعبة عليه الحاجات اللي هي الحاجات المواجهة للفراط الحاجات اللي تحت الخاشر متميز فيها ودي طبيع اللي نحن في نادف بي أكيد طبع أكيد يتفق طبع معاك يعني وجهة نظري لو تسمح لأقول مثلا يعني هو يكون بيفكر في إيه وثمهاني هو ممكن يفكر ان هو يلعب بثلاثة بطندر في المباراة دي وده طبيعي انت بتلعب مباراة عايز تخرج بيها بالنتيجة اللي تنسبك انت تعادل أو تكتب المباراة فبالتالي انا وجهة نظري ان اربعة تلاتة تلاتة مباراة قصة انت عندك في الخط يعني انت بنص اللي قلنا تشكين محمد خلينا سيبك من الاربعة تلاتة وخلينا في التلاتة الاخرانين لانه الاولانين دول احنا متفقين عليهم لكن التلاتة الاخرانين دول تلعب بمين كابتن كوش في الفراودة مواجمين انا وجهة نظري احمد عبدالقادر وحزين الشحات يا محمد شريف عبير ستاو يا محمد شريف عبير ستاو عبير ستاو على فكرة مميز كده لما بقى بيلعب فيرو لما بيلعب فيرو درعه من هو مش ماجه بس محرك كويس محمد شريف عنده بس مشكلة واحدة تمنى ان هو يخب باله منها انه دايما يبقى على الطائب بيعتمد على سرعاته اللعيب التريع لازم طائم بتاعه يبقى مزلوط مع اللعب اللي بيطلع على كرة مالذية صحيح فانت عايز سرعات عايز تخطفهم اكيد هو الراجل برضو بسمعنا يفكر محمد شريف عن سرعات ممكن ان هو عايز اضرابهم في الخلف لان طبعا اكيد ايهاك وان يتسابه ففي بقى فيه مساحات وراء ممكن شريف يشتغل عليه يعني انا عجبني ان يدر التوفي لما يخش في العمق فاني كويس جدا بتحرك كويس يسند عن الناس كويس يوصل للجون ومحمد شريف طبعا كمهاجم معانده سرعات صحيح هو ممكن يفكر ان شريف يبدأ عشان سرعات شريف وبرضو رجل هزافة كمان ان هو يبقى موافع لكن الثلاثة او الاربعة اي ثلاثة منهم هم الاقرب هم الشاحات عيسين الشاحات العب كبير برضو من الشاحات من اللعبة التي تقف على الكرة واشرف صحيح متفق معك جدا يعرف يبقون وانت محتاج خبرات كبيرة جدا في المباراة دي مختلف عن احمد عبدالقادر الذي مهارة بالكرة بالسرعة فالتنين مختلفين كبير لكن المباراة محتاجة لأول آم نص ملعبي والشوت الثاني سيبقى العب كثير كويس صحيح صحيح عندي افشا عندي حساب حساب ممكن استخدمه في مباراة زي دي انت المباراة هتبع عادي توصل بقوار عرضية عادي تشكل عليهم خطورة ممكن تستغل في تشكيل المناسبة لله إن شاء الله نورت الدنيا وكل سنة أنت طيب مرة تانية كابتن أحمد كوش شكرا جزيلا بذكورك ناس عادي كابتن أنت طيب متفق مع كابتن كوش علي في سوليسي خط الهجوم متفق معه يعني شوف حسين شحات أنا عندي لعب أصلي فضل في حتة تنكترو دي بس هجيلك بعد ما سمع السوليسي لا الشحات لأسباب أولا الرجاء هيكون مستعجل جدا في أنه يحرز هدف أو الضغط الجماهيري يخليه شوية في حماس كبير جدا عندهم خبرات كبيرة ولكن الضغط الكبير جدا من الجمهور المغربي أو الجماهير الرجاء هتخليهم شوية متسرعين هخد لعندهم أخطاء وفي يكون في مساحات كبيرة جدا بيرست عنده السرعة أنه مركز يعني الناس شايف صحيح أنه ضايع أهداف كتير المباراة الناس شايف راح وشريف راح يعني الكرة اللي انت الهاد اللي انت قلت عليه من 6 يارد ده فرصة مؤكدة والكرة بتاعة السليا أساسها انفراض لمحمد صحيح وما جباش السؤال بقى اللي انه يبدو ان شريف وبرسي تاول اتنين مشتركين في موطة دي هم بقى اللي متصربعين على رأي كابتن باد في حتة التصرع عندهم عايزين يجيبوا جون فنخلي احساس اللي احيانا انه فرقته محتاجة احراز اهداف وبشكل قوي جدا احيانا بيدي لك تصرع يعني دي بتدي شوية او بتفرق في الخبرة يعني عندها نماذج كتيرة طبعا ولكن هذكر النموذج القريب شوية عماد متعب مثلا واحد من الناس اللي كان عندهم خبرات كبيرة جدا في ده مفيش تصرع فيه هدوء كبير جدا عماد لو قاعد 3-4 متشات ما بيجيبش جوان ما بتقسوش متسرع العمدة انا اوديك لمطش الرجا في خطر في الدوحة في مباراة بتنتهي والاهلي مغلوب واحد صحيح ومش محتاج جون ده انت ميت على جون طبعا والكرة اللي تلعبت اللي جاب منها طاهر الجون بص بيرسي تاو عمل فيها ايه يعني بشوف انه نص الجون بتاع طاهر ده من بيرسي منها صعبة والجون قافل لكن الراجل عمل التمويه ورجح ده منتهى البرود وهدوء العصاب يعني شايف ان بيرسي تاو افضل كبداية عنده سرعات وعنده اختراقات وممكن بيلعب على الطرف الشوية بيخترق لجوه بيصوب بشكل جيد حسين الشاحات هتحتاجه في توقيت مهم جدا في مباراة لان حسين عنده خبرات كبيرة جدا ومحتاج في توقيت ان يمسك الكرة في وسط الملعب شوية عنده اختراقات وعنده كرات عرضية هتحتاج في توقيت معين من مباراة ولكن انت في بداية المباراة محتاج شوية انك ممكن ان شاء الله مع ضغط الجماهير على فريق الرجاء مع التصرع الكبير جدا في بداية اللقاء ممكن يكون كبير جدا يعني كل التوفيق اهم حاجة زي ما اتفقت انا وكابتن بدر وكابتن كوشري واعتقد انت متفق معنا احمد انه حالة اللعبين في المباراة دي في بدايتها هتفرق كتير جدا جدا في اليوم ده يعني في اوقات بتحس انك بتعمل كل حاجة مفيش توفيق وفي اوقات انت التبعيد تماما تماما والتوفيق اه فأتمنى ان شاء الله انت توفيق انت توفيق موجود وان شاء الله حالة تكون جيدة بإذن الله عجبني اوي كمان حالة الدعم يعني الناس ممكن تبقى مش مبسوطة من المباراة كانت نفسها في سكور يطمنها اكتر واحنا الحقيقة المستوى والمرضود اللي قدمنا في المواتش كان يسمح لنا ان احنا نعمل هيفي سكور على الرجا بس يعني قدر الله ما شاء فعل لكن اللي عجبني اكتر ان رغم الحزن على السكور ده او الزعل من النتيجة بتاعت المباراة انه الجمهور ما بطلتش دعم على مدار الاسبوع وعلى كل الصفحات وكل ما بتابع الاهلوية كلهم ثقة وكلهم بيدعم الفريق بشكل كبير النهائي في بطولة دوري الابطال فتعالوا نشوف كده ونتابع معاكم جماهير الاهلي قالت ايه وإيه الرسالة اللي وجهتها لنجوم فريقهم قبل المواجهة المنتظرة والمهمة نشوف ونرجع لكابتن اشرف موضوح مرة تانية انا انا بتمنى لهم انه هم يفرحوا كل جمهور الاهلي لان انت عارف جمهور الاهلي يعني نفسه يفرح لان هم عودونا على الفرح السبات الانفعالة هيفرق كتير سبنا بقى من الاعلام والصحافة لان في ناس هويتها انها تسير الفتن فان شاء الله ربنا حيكرمهم ان شاء الله وارجعهم منصورين زي ما عودونا احنا بنشجع للعيبة كلها في ظهرهم ونسندهم وان شاء الله يجبونا البطولة بس هم يحتاجوا شغال تركيز ويختفوا جون وان شاء الله نعدي من المرحلة دي ونخش المرحلة اللي بعدها ان شاء الله احنا بنتمنى كده بإذنك رب يعني ان لقى ليرجع منصور يعني زي ما عودنا يعني لأهل بتاع المواقف الصعبة بنتمنى ان اللعيبة بكرة يقدموا مستوى يليه باسم النادي الاهلي ويليه باسم مصر وان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في رجالتنا ولعبتنا والجهاز بتاعنا ان شاء الله نرجع منصورين مقبولين الخاطر بإذن الله العبتنا بتاع تنادي لقى رجالة وفي المواقف الشديدة بيظهر معدنها الأدوار النهائية بتاعتنا الحمد لله رب العمين بنلاقي في كابوة وبعد كده نلقينا في طفرة ويعني باسم الله اللي جاء أفضل بإذن الله إن شاء الله موفقين هرجعون موفقين هم مؤسسة وفريق دايما متعاون وفريق ناجح والحمد لله في كل الصفات اللي هي تؤهله وعنده يعني كل الصفات اللي هي تؤهله ان هو الفوس إن شاء الله طيب خليني أروح مع حضراتكم للمغرب مرة تانية هيكون معنا مع علي السفير المصري طبعا في المغرب السفير مصري ياسر مصطفى عثمان أهلا بك سيد سفير وكل سنوحيك طيب أهلا بحاجتك كل سنوحي طيبين يعني لقاء بيجمع بين أشقاء أعتقد مساحة المنافسة بينهم كبيرة ولكن تظل الحقيقة في إطار من المودة ومن الاحترام ومن الإخاء وده اللي احنا شفنا الحقيقة من اللحظة الأولى اللي وصلت فيها بعثة النادي الأهلي وفريل كرة النادي الأهلي للمغرب ده صحيح فندم يعني من اللحظة الأولى فعلا ظهرت فعلا يعني المحبة وظهر الاحترام للنادي الأهلي وشهرة كبيرة لنجوم النادي الأهلي وعطاء المجلس الإدارة يعني الجمهور في المطار كان هو يعني البداية فعلا يعني أزالت كل ممكن لو فيه أي حد عنده أي شك أو ألأ تم تمام وزيل تماما حتى من أول موصف المطار أي وحيي خلينا أتكلم مع حضرتك عن الاستعدادات في المغرب ردود الأفعال الصحافة ازاي شايفها المواجهة المنتظرة بعد يومين إن شاء الله وضحك الصحافة هنا يعني وكان مع الصحافة يعني المعتبرة الكبيرة كلها بترحب بالنادي الأهلي شايفا النادي الأهلي قام ومن النادي الأهلي نادي يعني عريق وأنه في علاقات قوية جدا بين النادي الأهلي وبين العندية المغربية وبالتالي هي شايفة الموضوع في إطار الرياضة فقط لغير وفي إطار العلاقات اللي بين الرياضية اللي بين الشعبي فالروح حلوة والنبرة كويسة وبالتالي يعني كلنا يعني فعلا منرحب بالروح اللي سائدة حتى في الرأي العام وفي الصحافة المغربية طبعا أنا عارف طبعا وده مش غريب على الدبلوماسية المصرية في أي مكان دعمها لأي لكل الفرق الرياضية اللي بتمثل مصر وأعتقد أنه الأهلي يعني سفير الرياضة واللي بيشرف الرياضة المصرية طبعا لازم أقول حقيقة شكرا ولكل عضاء البعثة دبلوماسية في المغرب على الدعم وعلى المسندة وعلى الدور الكبير اللي قمتوا بيه عشان يعني تسهلوا الأمور على بس النادي الأهلي في المغرب لا يفهمت لواجبنا يعني طبعا ده واجبنا ولا شكرا مع الله خير إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكر حقيقك شكرا جزيلا تفضل كابتن أشرف كابتن أشرف ممضوحنا يجبنادي الأهلي بس معك مع لي السفير سيد السفير مساء خير إزاي حضرتك كل سلام حقيقك طيب وانت بقى فندم روضان كريم بكرر الشكري طبعا مع أحمد لكل البعثة دبلوماسية هناك ولكن عايزين نطمم بس جماهيرنا على الناحية التأمينية هناك فندم على لعبتنا وعلى البعثة هناك هل بتحصل مشاكل ولا هل الحكومة المغربية قادرة على التأمين تماما في الملاعب المغربية هو حك لغاية دلوقتي ما حصلتش أي مشكلة بالعكس هم إستجابوا لكل المطالب التأمينية اللي طلبناهم إحنا طلبنا تأمين إضافي على البعثة تأمين إضافي على الفندق تأمين إضافي على موكب الفريق واستجابوا لكل حاجة بصراحة تأمين كامل بعداد إضافية بكرم زيادة كمان فمن ناحية دي بالعكس الأستاذ بقى فندم في الملاعب المغربية بتحصل مشاكل أو أزمات هناك والله أحرك أنا يعني 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 المطش متوقع طبعا الأستاذ ملينا على الآخر وإنا هم اليوم طبيعة في التشجيع روابط المشجعين بيشجعوا بحماس وكل حاجة ولكن كل حب في الإطار يعني أنا ما عميش أي حاجة متعودناش إحنا في المغرب أبدا يعني إذا كرم لو ما خانتنيش ما شفتش أي خروج على النص قبل كده في ملاعب مغربية صحيح عندهم جماهير كرة متحمسة جدا وبشوف حتى ده بيحصل بين الوداد والراجع المغربي لكن ما شفتش حقيقة في الملاعب المغربية في أي مناسبة خروجة عن النص صحيح أوه ده بحسول فعلا هم جماهير متحمسة ولكن ملتزمة كمان أيضا وبتكن احتراب كبير للنادي الأهلي ومصر يعني إن شاء الله ما فيش أي قلق إن شاء الله طب خليني أسأل حضرتك معالي السفير بمناسبة الملعب والاستاذ هل بيتم أو هل في دور للسفارة المصرية في تنظيم عملية دخول الجماهير المصرية اللي هيكون عندها رغبة في حضور اللقاء في الملعب في الاستاذ لا ده بيتولى حضرتك في يعني سيد محمد الخامس في إدارة لي مشخيف على هذا الموضوع بالتعاوم مع نادي الرجاء ولكن بيبقى في زي يعني مكان مخصص للجمهور المصري اللي هيبقى في أغلبه كله من الجالة المصرية اللي موجودة في المغرب إن شاء الله ودخول أعتقد في حدود معلوماتنا هيكون بالباسبور يعني بنسبة الجمهور اللي هيحتر عشان يساري النادي الأهلي هيكون دقلوه بجواز الصفر آه ده لو في حتى جاء من مصر إنما الجالية المصرية حتى يبقى عادي يعني لا إحنا معلوماتنا بتقول إن فيه جمهور من القاهرة هيحضر هيحضر إن شاء الله اللقاء عشان يساند النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله يبقى تناني كده إن شاء الله إحنا كبيرا هتولى تأمين الموضوع إن شاء الله المصرية في المغرب بكل خير نروح لموضوع الجمهور ده والحقيقة كان أنا قلت يعني الأهلي هيخش التسعين دقيقة وكل حاجة في كفتنا صحيح معادة الجمهور هو الحاجة اللحي ممكن تبقى يشايلها ما لأن أنا عارف جمهور الكرة في المغرب بشكل عام والرجاء والوداد بشكل خاص من الجماهية اللي بتصنع الفارق صحيح يعني أنت ممكن تروح جمهور أو ملعب مباراة مليان ما تحسش إن الجمهور لي دور لكن في المغرب لا قصة غير يعني السؤالي طبعا لست سفير عن التأمين علشان بس نطمن جماهير نادل آلي أنا إنه بحساتنا الحمد لله بقير وإنه المباراة في الملعب صحيح الجماهير حيكون لها دور كبير جدا أحمد وأنا باتفق معاك تماما تماما إنه جماهير رجاء وفعلا من الجماهير المتحمسة جدا جدا ولكن أداءنا في المباراة دي وإن شاء الله يعني إننا قدر نخطف هدف بدري حيفرق بنسبة 100% لأنه الضغط الجماهير الكبير جدا جدا عفيه رجاء وأنا اتفرقت لهم على أكتر من المباراة قبل مباراتنا الأولى معاهم هنا في القاهرة قبل مطش في المغرب الجماهير بتضغط عليهم بشكل كبير جدا يعني صحيح متحمسين جدا وصحيح بيشجعوا بقوة جدا 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 ولكن مجرد التأخير أو الهزيمة يعني التأخير في حراز هدف أو الهزيمة جماهيرهم بتقلب عليهم بشكل كبير جدا ودين موتها إن شاء الله هتكون في صلاحنا وبتسبب لهم ضغط كبير جدا التصرع لو شفت أداء فريق الرجاء هنا وشفت بعد المباراة الخنايات اللي كانت موجودة بين لعبتهم هتعرف قد إيه جميرهم بتضغط عليهم بشكل كبير موتراهم طبعا عملانهم توتر كبير جدا ودين شاء الله أنا أتمنى إن شاء الله وأعتقد أنها هتكون بإذن الله صالحنا بإذن الله في المباراة قبل مغدى نروح المغرب يمكن دقايق بسيطة جدا وتمرينة النادي الأهلي النهاردة تمرينة تانية تبدأ وناخدكم لإجابات كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنكم عودة علي معلول أنا قلت لكم إن هو بإذن الله إن شاء الله جاهز ومباراة كان يعني ما تمرينش مع الفرقة عمل تمرينة خفيفة كده في الجيم أعتقد النهاردة هيعد على كشف طبي عشان يعني الجهاز طبي يتأكد على حالته وإذا كانت هتسمح له بقى المشاركة في مران النهاردة حتى ولو بشكل خفيف ما يعملش التمرينة كاملة ولأ هنجواب على كل أسئلتكم ونشوف الفريق وهو بيبدأ تمرينه التاني النهاردة ونشوف كابتن أشرف طبعا ورؤيته في المباراة مستمر معنا طبعا في صهرتنا النهاردة في القلي في رمضان بس هتسمحونا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل مباشرة قبل ما نروح المغرب مع حضراتكم خليه اتكلم شوية على ميسر موسيماني وأنا وقلت أن الراجل ده من أكتر الحاجات اللي بيتميزه هي المواجهات الكبيرة ممكن تختلف معايا في الكورة في مستوى الفرقة في بعض المطشاط في تغييرة في حاجات كده لكن في كل المواجهات الكبيرة كان الراجل حقيقة حاضر بنسبة كبيرة جدا وأعتقد أن المطش اللي فات ما تقدرش تحمله قوي مسؤولية لسكور يعني أنا حزبه اللعب على قدرته على الاستحواز على قدرته أنه يزمو تاكتك الفريق بحيث أنه يبقى مسيطر على المباراة وقادر يخرق الفرص ويتهالي الأهلي نجح ده بشكل كبير صحيح إزاي بتشوف رؤيته للمواجهة التانية وإزاي بتشوف الطريقة الأمثل لمواجهة الرجاء يا مستر موسيماني زي ما إحنا متفقين وأعتقد كلامك صحيح بنسبة ما على التعامل مع المباراة الكبيرة وده حقيقة أثبتها على أرض الواقع مش بس كلام أرقامه بتقول كده أخدش يختلف على الأرقام صحيح يعني فيه تعليقات كتيرة جدا في الوسط الرياضي وفي الشارع الرياضي وجماهير نادي الأهلي طبعا اللي بتاعش الكيين أنه أحيانا في بعض الأوقات يكون التغييرات شوية فيها مشكلة شوية أو علامة استفهام شوية شوف يعني نتفق على هذا أو نختلف ولكن في النهاية أنت بتحقق نتاج مميزة جدا بتحقق أرقام كبيرة جدا مع مستر المسلماني وعلى أرض الواقع لا عمل إنجازات مع النادي الأهلي كبيرة جدا في المسلمين ده يبقى نفس جوزي يعني داخل يعني داخل يبقى عمل أرقام عملها جوزينا صحيح يعني إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يحصل على البطولة دي التالتة دي التالتة دي لو خدها مستماني عد عد ده صحيح آه ثلاثة دوري أبطال متتاليين لسه يبقى فضل له واحدة ربعة بس ثلاثة متتاليين حتى الجوزي ما عملهاش وطبعا واتنين برونزية كاس عالم ما عملهاش ما عملهاش صحيح وليه برضو يتحسيب له قبل كده واحدة مع سان دوز يعني أصدر أرقامه مميزة جدا على مساء القرى مش كذلك على مساء القرى أرقام ما حدش حققها قبل كده ده حي ولكن يعني زي ما قلنا أنه يعني في بعض التغييرات عليها على متسفهم شوية هي حسب رؤيته يعني يعني أحيانا المدير الفني بيكون شايف لعبته أكتر يعني تحضيره للمباراة ممكن شايفه في التدريبات أو في المباريات معينة أو في ناحية خططية أو تكتكاه معينة ممكن يفيده في التوقيت ده في المباراة ولكن أنا شايف أنه بالفعل في بعض التغييرات شوية بيكون عليها على متسفهم أداء النادي الأهلي في المباراة ده أعتقد حيفرق كتير جدا جدا حالتهم الفنية والنفسية طبعا استعداداتهم الحمد لله جيدة جدا بعد الجلسات كثيرة مع كابتا أحمد خطيب ومجلس إدراءة طبعا وكابتا سعد أب حفيز أعتقد الحمد لله الناحية المعنوية والنفسية وكل الدعم اللي اتكلمت عنه أحمد واللي موجود في الشرع الرياضة المصر والسوشيال ميديا أعتقد واصل للعابتنا بشكل جيد يبقى التوفيق ويبقى شوية الناحية الفنية اللي هنتكلم فيها دلوقتي أنه التشكيل مهم جدا بداية المباراة في الضغط الكبير اللي هيبقى موجود في بداية المباراة يكون متراجع شوية مع أو موجود شوية مع ياسر إبراهيم ومع محمد عبد المنع أيمن أشرف إن شاء الله يكون متواجد كاباكليف كنت رسالك في الفصل افتقد علي معلول في مباراة طبعا طبعا ايمن بس علي في الحتة الحتة الهجومية اللي بيتميز بها علي معلول كمان ده مكانه طبعا بيتظلم أيمن أشرف ما بلعب في الحتة دي خاصة لما بتحتاج تلعب بطريقة هجومية شوية بيكون عندك اندفاع هجومي شوية لا أيمن أشرف بيتظلم فيها بالتأكيد أيمن مدافع ومدافع جاد جدا وأتمنى إن شاء الله أنه يعني يكون محظوظ في اللقاء ده يكون أداءه مميز جدا لأنه هتحتاجه بشكل كبير مع ياسر إبراهيم مع محمد عبد المنع ومحمد هيني في الخط الدفاعي في وسط الملعب طبعا حمدي والسولية وديانج قدام أتمنى طبعا يكون إبراهيم مع أحمد عبدالآدر ومحمد شريف طبعا يعني التشكيل طبعا وإن كان دايما برضو موسيماني بيشتغل على المفاجآت يعني 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 يعمل ورد جدا أنه تلاقي مستر موسيماني عمل تركاية كده أو عمل مفاجآة كده حاجة بره الكثيروق وعلى بره الصندوق هو مرح طبعا وعلى فكرة برضو في أوقات يعني يفتكر مثلا توظيف أفشف مطش الودات في المغرب محدش كان يتوقع من أفشف أنه وده اللي فتح السكة بتاع مطش الودات فهو الراجل حقيقة برضو دايما بيطلع بره الصندوق ما تدرش توقع يعني هو يكون قالي الدنيا أكتر حد يعني متابع بشكل جيد بشكل يومي حالة لعيبته عاملة زي يقدر يوظفهم خاصة إنه مسماني من المدربين اللي بيشتغلوا على المنافسين بمعنى بيدرس كويس قوي المنافس بيقرأ شوية يعني خطوط الخوة والضعف عندهم وده بتفرج جدا جدا في تشكيل وفي اختيارات المجموعة اللعيبة اللي هتخد المباراة دي توقعاتي يعني ورؤيتي الشخصية إنه إنه مستر مسماني يمكن ده كمان مرتبط بفكرة أنك وجهة الرجاء المطشين اللي فات بشكل يعني أو بتشكيلة أو طريقة لعب قريبة يعني لما تبص السيناريو مطش السوبر ومطش دوري الأبطال هنا تحس إنه الأهلي طريقة لعب وأداء وتشكيلته قريبين في بعض أتوقع ورؤيتي إنه لأ هيكون في تغييرات في الطريقة أو في التشكيل في الأسماء في مطش العودة يعني أنا أتمنى شخصيا أنه لعبة أو كروت بالشكل ده اللي قلت لك عليه لأنه أنا شايف أنه حمدي معدي ينجو السولية لأ هيكون فيه استحواز هيكون فيه تقفيل في المساح تقليل تقفيل للمساحات هيكون فيه تديق المساحات طبعا يكون فيه اختراقات من عمر السولية هجومي أنت محتاج تضغط عليهم من قدام شوية في بداية المباراة زي ما اتفقت أنا وكشري وكابتن بدرجة بأنه الضغط على الفريق اللي محتاج يحرز فيك هدف ومتحمس بهذا الشكل لما تنزل بشكل هجومي ومش متراجع في وسط ملعبك لا بتديله بتعمل عليه ضغط كبير جدا جدا بالإضافة للضغط النفسي والعصب اللي موجود عليه وبتقدر كمان في بعض الخطوط اللي عنده سواء في النحط الشمال أو نحط اللي مين باكليفت أو الباكرايت بيكون عندهم مساحات لا تقدر تضغط وتقدر تختار من الحتة دي نقدر لا نقدر إن شاء الله ندلاه قادر بشخصيته وبإمكانيات لعابته كل الإحصائيات اللي كلمنا عنها في المباراة الأولى ده اخترقت وروحت من العنق ومن الأطراف وضيعت أربع خمس أهداف تقدر هناك إن شاء الله تعمل ده السؤال لو أنا بسأل يعني يعني كان ليا فيه فرصة أنه نسأل الجهاز الفني الرجا هو الجهاز الفني يقدر يعني ممكن يفكر في طريقة الضغط على الأهلي من البداية من فوق وأنه يسيب مساحات بتهيقلي برضو دي حاجة قلقاهم جدا وشغلاهم جدا لأنه الأهلي في فكرة نقل الهجمة أو اللعبة على المرتدة برضو عنده عنصر كتير جدا سواء لعبة المباراة الأولى أو ما لعبتش تقدر تستغل هناك تخوف طبعا هيكون فيه تخوف من المدير الفني للرجاء التوسي طبعا أنه يعمل ده وأنه يضغط على النادي الآلي في الخط من الخط الأمامي ولكن زي ما بقولك أنه الضغط الجماهير الكبير جدا جدا على لعبة جهاز الفني طبعا غصبا عنك جوه الملعب بتستجيب أحيانا لهتافات الجماهير غصبا عنك بتنسى الأدوار اللي ممكن يكون المدير الفني أهلك عليها وبالتالي هتحت ستحصل أخطاء كبيرة جدا وإن شاء الله زي ما بقولك الأخطاء الكبيرة جدا في خط دفاع الرجاء سواء في التمركز في الناحية الدفاعية أو الرقابة على الخصم أو حتى أنك تسيب مكانك زي ما شفنا للرجاء وشفنا مساحات كبيرة كانت موجودة لمحمد هيني وحسين شحات بيرست ومحمد عبدالقادر وحتى محمد شريف لما كان بيتحرك على الأطراف لا فيه مساحات كبيرة جدا جدا موجودة وده ستبقى موجودة أكتر في المباراة الثانية هناك وإن شاء الله نقدر نستغل بإذن الله في أننا نحرز هدف يعني يصعب الأمور جدا جدا عليهم بإذن الله سيناريو الأفضل بالنسبة لنا خليني أقول لحضراتكم منذ اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على شاشة دي هي اللحظات اللي بدأت فيها فرقة نادي الأهلي ونجوم نادي الأهلي إن هم يتحركوا إن شاء الله عشان ملعب التدريب اللي هيجري عليه نادي الأهلي النهاردة ميرانو التاني السعداد اللي موجد بعد بكرة إن شاء الله الجزئية الخاصة بالتأمين الدفاعي يعني زي ما أنت قلت كده متوقع أنه برضو الأهلي يبقى فيه فترات واعتقد البدايات زي ما قال كابتن كوشري العشر دهائل الأولين ممكن يكونوا أصحب فترات المباراة دفاعيا الأهلي إزاي في وسط ملعبك أن يكون فيه مش تراجع ولكن فيه استحواز في وسط الملعب ده يديلك فرصة إنك تستحوز وفرصة إنك تقدر تهاجم فريق الرجاء وتمتص حماسهم شوية ما يكونش فيه الضغط الكبير من الفريق الرجاء عليك أعتقد إن محمد عبان عم ويسر إبراهيم ماشيين بشكل جيد ولكن محتاجين شوية إننا يكون عندنا حالة السرحان اللي بتبقى موجودة أحياناً في بعض الأخطاء اللي موجودة نتيجة ندى نقول لسه برضو ما نسجبوش خد باك في اتنين دول ملعبوش بشكل جيد يعني لسه برضو بتالي المركزين دول في الملعب يعني زي ما الباك اليمين والجناح اليمين لازم يبقى في بينهم لغة كده تفاهم ونسجام ونفس الحكاية في الشمال تهيلي برضو الحتة دي محتاجة يبقوا فهمين بعض أنا عجبني محمد هيني جداً في المباراة اللي فاتت مش في النحية الهجومية بس في النحية الدفعية والتغطيات العكسية نشوفنا محمد هيني دخل جوه في أكتر من جركة خطر جداً عنادي لالي ودي خبرات اكتسبة محمد هيني في فترات اللي فاتت وأنا دائماً بكلام محمد هيني أنه بيرجع بسرعة يعني بيبقى بعيد عن المشاركة ولما بيرجع بيكون لا الحقيقة عنده عنده خبرات كبيرة جداً بيقدر يستعيد مستوى بشكل كبير ومستوى إن شاء الله حيفرق في المباراة جداً التمسك الدفاعي ده وعدم موجود المساحات في خط وسط النادي الأهلي والسرعات الكبيرة اللي موجودة عند أحداد الجريل الكتير جداً جداً اللي ممكن يسبب أخطاء لخط دفاعاتنا أتمنى إن شاء الله أنه يكون فيه رقابة لسيقة يكون فيه تمركز سليم من خط دفاعاتنا وده اللي بنقوله على خط دفاع الفريق الرجاء المغربي إنه عندهم الأخطاء دي لا إن شاء الله ياسر بريم حانو عمين عمين تابت طبعاً زار قدامنا عشو تابت برضو بيفرق كتير جداً نعم وخلي بالك ولا مباراة كان النادي اللي بشارك فيها مباراة الصعبة اللي بجاء النادي كان كابت الخطيب دائماً موجود دائماً متواجد ودائماً بيدعم الفرقة ودي بتفر كتير جداً ونفسياً مع اللعبين طبعاً خلينا بص معاك على الدور التوانية كده سريعاً ونتائجه وتقول لي كده أريتك هل في مواجهات حسمة ولا لسه برضو في انتظار أنا عارف أن الكرة مفاش مستحيل ودوري أبطال أوروبا مقدم لنا دروس السنة يعنيفة جداً تشينس ريال باريس سان جرمان ريال مادريد كلها مطشات كتبر التوقع طبعاً يعني احنا كلمنا بما في الكفاية عن مطش الأهلي وانا دائماً المطشات الأهلي زي ما تعودنا كده ما بسنشة لصفارة الحكم لكن خليني أخذك مثلاً لمواجهة وفاق الصيف الجزائري في مواجهة التراجي الرياضي مباراة كانت في الجزائر وانتهت بنتيجة صفر صفر شايف مباراة العودة زي في تونس رمين أعرب شايف التراجي فرص أقوى رغم أنه هيلعب بدون جمهور من التراجي ولكن العقوبة من التحاد الأفريقي ولكن التراجي فرق من الفرق الجيدة ومنظمين جداً يحمد فرق التراجي من الفرق المنظمة هو الكسبان من دول هي قابل أهلي وعتقد فرق التراجي من الفرق اللي عندهم خبرات كبيرة جداً يعني معزيل مجموعة من اللعبين في التراجي بقالهم أعتقد سبعة سنين أو ست سبعة سنين بيلعب مع بعض وده عمل حالة انسجام كبيرة جداً ما بين فرق التراجي والخبرات الكبيرة اللي عندهم في أفريقيا هتبقى مبراء أعتقد أنها تبقى في صالح التراجي طيب بيترو أتلاتكو الحقيقة هو بيترو أتلاتكو سيزن ده بصرف النظر عن مطشه مع سانداونز يعني كنت أنا كنت بقول في الأول أنه الأهلي إن شاء الله لو وصل المباراة النتيجة لكن العرض اللي قدم وقال أنه فرقة تقيلة مش هتخرج بسهولة من الفرقة الجيدة جداً ولكن يعني رجع لنا بتاع فلافيو وجيلبرتو أعتقد النتيجة هتكون عكس التوقعات شوية سانداونز عندهم الخبرة الكبيرة جداً وعندهم القدرة لأنهم يرجعوا من برادي ويقدروا يفوزوا من برادي يعني فتكر كلامي سانداونز هيقدر يتخطى المواجهة الرابعة الوداد المغربي طبعاً يدر يحقق نتيجة قدام شباب لزاد نتيجة إيجابية بالتعادل خارج أرضه لا بفوز بخارج أرضه من نتيجة 1-0 بالتالي أعتقد يعني منطقياً أقرب منطقياً أقرب طبعاً المبارة ستكون في المغرب ووسط جماهيره والمبارة تكون فيها يعني صعوبة كبيرة جداً على الفريق المنافس لو جاي متأخر بهدف أن يحرز في مرمى الفرق المغربية هناك في وسط ملعبهم بتبقى فيها صعوبة شوية ولكن يعني الكرة فيها كل حاجة ولكن أعتقد أن الآرب هو الوداد ده معناه أن نحن هنكون أمام مواجهة برضو عنيفة الكرة في أفريقيا أو المسابقة الدولي الأبطال خييف مما أنها أكبر مسابقة أو أول بطولة اتغيرت اتطورت شايف أن سنة بعد سنة بتبقى المنافسة فيها ومستوى الكرة اللي بتقدم فيها يعني شوف البطولة الأفريقية عمون أو بطولة دوري أبطال أفريقيا بتفرز كل سنة فرقة بيكون يعني على مستوى الفني بتظهر بشكل نتكلم على البيت وقتيتكو هذا الموسم مختلف الأداء مختلف جدا كان سنبة السنة اللي فاتت قصدي طبعا لا فيه تطور في كرة الأفريقية بشكل كبير جدا يعني بطولة أم أفريقيا دائما بنتكلم من التطور الموجود في بطولة أم أفريقيا نتيجة اللعبين المحترفين اللي بيشاركوا من اللعبين المحترفين من خارج القارة والمستوى مميز جدا كل موسم وفيه يعني بنتكلم في 6-7 فرق أعتقد أحمد دائما متواجدين في المربع الزهبي طبعا إن شاء الله على رأسهم طبعا نادي الأهلي شاء الله بتتكلم في دائما التراجي الفرق المغربية الحياة من 6-7 سنين ابتدت تتواجد بقوة جدا جدا في دائما في نهائيات الدوري أبطال أفريقيا لأ فيه تطور في كورة أفريقية بشكل كبير ونشوف أداء ومستويات رائعة جدا شايف يعني أنا عارف طبعا إنه العدد مش في صالحنا لكن بالتأكيد وجود جماهير مصرية في مدرجات ملعب مراكم محمد والله يعني يعني عايز أقولك 5-6 من جماهير النادي العالي في وسط 70 ألف متفرج من جماهير الرجاء لا بيفرقوا 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 وبتعمل لهم حساب جدا أنا بتكلمك عن يعني حاجات حصلت معنا كلعبين لا بتفرج كتير جدا وجود الجمهور المصر هناك وبتعمل لهم حساب كبير جدا في المباراة ودايما بكلهم دور دايما بقول أن جمهورنا هو رقم واحد لعب رقم واحد هم دور بإذن الله في ملعب الرجاء وإن شاء الله إن شاء الله نخرج يعني مبسوطين بإذن الله من اللقاء دايما في المتشاط دي وديكت أول كلمة بتديت بها الحلقة يعني مش بس الخبرات على مستوى اللعيبة أنا قلت حتى الخبرات على مستوى الجمهور تعرف يعني لما بتمر بمواقف كتير جدا صعبة انت كجمهور وكمشجع بتاخد كده خبرة كبيرة جدا وتقدر تقيس المتشاط دي اللعيبة برضو بيتهيق لي واحدة من أهم عناصر المواجهات حسم المواجهات الكبيرة دي أشرف فكرة عناصر الخبر والأهلي الحقيقة عنده عناصر الخبر يعني أقدر أقول وليد سليمان طبعا على رأس القايمة حق البطولة أكتر من مرة عنده بطولة أفريقيا وبالذات في المتشاط اللي بره وحسم لقوات كتير نهائي أفريقيا 2012 كان صاحب بصمة مهمة جدا هو الجل اللي جاب لنا البطولة محمد شناوي عنصر خبرة عمر السلي عنصر خبرة علي معلول علي معلول بس حلقات دي مش عارفين علي جاهز ولا مش جاهز أكيد يعني مش أكيد تمام إن شاء الله حتى لو ملحقش إن شاء الله بإذن الله لو ربنا كرامنا ووفقنا يكون جاهز اللي بعد ده يعني بالتأكيد هيكون صعب برضا انت بصوتك اللي جاي كلها لو عايز توصل للقب ضرب نار عايز بس الأول هذا طريق نادل هاليا هذا الطبيعي يعني العايز يتوج بلقب لازم وبالذات زيال أهلي يعني دايما بيدور يعني جمهور أهلي تعود على البطولات القرية وبيني نبص الكاس العالم حيث نتكلم النسخة اللي فاتت نلعب 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 طموحك دايما بتطبي صحيح دور عناصر الخبرة في الوقت ده ممكن يكون ازاي وازاي يعني يقدروا يساهموا في نحن نعدي من مباشر لرجل بالتأكيد دورهم يبتدي قبل المباراة يعني احنا بنشوف دايما الشناوي والسولية تحديدا وطبعا معهم مجموعة كبيرة ملعبين عمام ايمان اشرف معهم افشا محمد هيني عندهم خبرات كبيرة جدا ولكن دور الحياة الشناوي ودور السولية بيبتدي قبل المباراة بفترة لان الاستعداد للمباراة الحاسمة دي بتكون الحياة لها دور كبير جدا خارج الملعب الجلسات الكثيرة اللي بيعودوها مع بعض بتفرق جدا جدا في رفع الروح المعنوية لللعبين صحيح انت مش محتاج ده انت بتلعب بتمثل ندي الاهلي في بطولة قرية 70-80 مليون منتظرينك لتفوز بالبطولة دي وبيحمسوك وبيدعموك فانت طبيعي جدا انت موجود عندك الحماس مشحون ولكن الاستعداد والتوتر اللي موجود عندك والحياة الشناوي والسولاية عندهم من الخبرة اللي يقدروا يتحكموا في ده ويقدروا ينقلوا للعيبة النادي الاهلي واعتقد دور كابتن سادو حفيز الحياة مهم جدا جدا لان سيد من الناس اللي اكتسبت خبرات على مدار سنين طويلة جدا جدا سواء كلعب او كمدير كرة في النادي كابتن سادو حفيز لا اخد خبرات كبيرة جدا جدا مع النادي لالي في بطولة كبيرة جدا ومع مدربين مختلفين في طريقة الأداء وبالتالي اكتسب خبرات كثيرة جدا في التعامل مع المواقف دي ومع اللاعبين وبالتالي اعتقد ان ده بيفرق كثير جدا جدا في المباريات دي يعني بتقالي وفي الظروف ممكن تبقى صعبة وفي ظل ضغط جمعين اعتقد هيكون عنيف جدا برضو عناصر الخبرة هيكون لها دور جوة الملعب يعني ساعة المباراة نفسها القياد اللي داخل الملعب ودي دايما الحياة في النادي اللي بيكون لها دور دايما تعودنا ان في قائد داخل الملعب او كوتش داخل الملعب انت بتعتمد عليه بتشوف توجيهات عاملة زي مش بس مستر المسلمين لا في دايما دور للشناوي في دايما دور للسولية في تهديئة اللعبين او نقل حماسهم او لا نندفع شوية خاصة مع الفرق المغربية احنا شفنا هنا في اخر ربع ساعة او تلت ساعة طريقة لعب مختلفة تماما عن كورة الخدم يعني انك تقع وضيع وقت شفنا ست سبع لعبين اعتقد ضيع لهم 10 داي ورب ساعة وده موجود سيناريو جمهور يعني جمهورنا دي الاهلي بيحذر منه انه لو لقد لا الناس بتقول ده لانهم الحشطرين فيه جدا 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 تلاقي المطش بيتسرسب ويخلص واللعيبة بتطلع من تركيزها والوقت بيخلص مش بس مجرد ان الوقت بيروح انت كمان يعني الحماس بيروح وقاع المباراة بيختلف واللعبات كمان بتفقد حماسها لو انت محتاج تحرز اهداف لأ بتفقد حماسك طبعا الطريقة دي يعني بتعودنا عليها من لعيبة شمال افريقيا اتمنى ان شاء الله احنا ما نوصلش للمرحلة دي ونكون محتاجين الوقت اللي خليهم يعملوا ده ان شاء الله ننهي المباراة بإذن الله تعالى بإحراز هده بيتهالي واحد من الحاجات برضو اللي بتصعب مطشط الايحة دايما يعني هنا في مصر طول عمرنا الحقيقة تعودنا انه اي فرقة بتلعب بتلعب النادي الاهلي دايما بتطلع افضل ما عندها عشان تطاف قدام البط صحيح وعشان تظهر وعشان ناس تتفرج عليها وتشوف ها لكن حتى كمان على مستوى قارة افريقيا انا بشوف كمان انه الارقام اللي بيحقق الاهلي بتسبب نوع من انواع الاستفزاز للفرق التاني خصوص انها فرق ابطاء يعني انا نكلم هنا هو المتصدر في كل ارقام القياسية وصاحب اكتر عدد من البطولات هو الاخد نسخة البطولتين الاخيرتين ده بيعتبر برضو واحد من الدوافع قدام الفرق اللي انت بتواجهها وبالتالي مطلوب منك انت انك تعلى كمان بالمستوى بتاعك سنتقدر تواجه الحجم الدوافع وتعلى بالدوافع طبعا ومع تغيير الاجيال ده كمان بيدي استفزاز كبير جدا جدا يا احمد انه مع كل جيل بينتهي في النادي الاهلي الناس بتقولك انه المنافسين على الاقل بيكون عندهم تموح انه لا احنا ممكن ندخل بقى في المنافسة على البطولة او انه انه سيطارة شوية النادي الاهلي على البطولات دي ولكن الحمد لله النادي الاهلي ان الناس يعني الناس كتير من الشباب اللي لسه طالع مش فاهم ده شخصية النادي الاهلي والنواحي الادارية في النادي الاهلي بتفرج كتير جدا 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 في انك دايما تفضل متصدر المشهد مش بس بطولة بتحصل عليها والموضوع بينتهي لا النادي الاهلي منظومة متكاملة الكل اللي بيعمل فيها نواحي دارية وفي كل الأعمار السينية انك انت تحقق البطولة دي وكأنها شيء روتيني صحيح وكأن الانجاز اتحقق وانتهى وخلص وانت ما حسرتش به بتهيقلي برضو مع الوقت فيه بيحصل حالة احباط احباط للمنافسين اه اه انت شخصيا كفريق انت بتحقق البطولة بطولة في يعني مئات الفرق تحلم بتحقق انجازوا واحد في التاريخ صحيح وانت بالنسبة لك قصة وانتهت بعدها 24 سنة تخيل انك بعد كل بطولة زي بطولة قريزة بطولة افريقيا مثلا او كستا ومجمهور كمان سكرا جزيلا وخلاص وانحتفل وتبتدي تاني يوم والسعي تكفر في الدوري وازاي مقشل مش عارف ايه حيام اه هي دي المنظوم منظومة النادي الاهلي ومنظومة النجاح في النادي الاهلي انك دايما تفكر انك مش put تاخد بطولة لا دايما متصدر المشهد وده دي الحقيقة سياسة النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهني وما تزعلوش من الجمهور وما تلووش عليه لما يتبقى محاقة بطولة كبيرة ولما ما بيخسرش والخسارة حتى لو خسارة بسيطة جداً أو خسارة غير مؤثرة على مشوارك في البطولة بالنسبة لجمهور نادي الأهلي ده دي حاجة كبيرة جداً ودي نقطة من يعني نقطة اللي بتميز نادي الأهلي ككيان بقى كيان يعني إدارة كيان يعني لعيبة كيان يعني أجهزة فنية كيان يعني جمهور عظيم واقف في ظهر بتبقى محقق أربع خمس بطولات في الموسم وبتفقد بطولة جمهور نادي الأهلي بيبقى غاضب جداً جداً وحتى إدارة نادي الأهلي ولعيبة نادي الأهلي وجهاز الفن نادي الأهلي بيبقى مددى أنه فقد البطولة هو ده نادي الأهلي وهو ده دائماً حال للأسف شوية الضغط الكبير يبقى موجود على لعيبة نادي الأهلي أنه دائماً مضطر يبقى متواجد وأنه متواجد بس مش بس عشان يشارك لا أنت دايماً تلعب على البطولة بس دي لما نقول اللعيب رقم واحد من جمهور نادي الأهلي هذه قوة الدفع اللي احنا نتحدث عليه عشان في وقت ملاقبات ممكن يعني اللعيب يبقى مش متقبلها أو يعني يبقى متضايق منها لكن دي قوة الدفع وده الجمهور اللي بيستدك وقت لا ينجحش وما بيعودش في نادي الأهلي يعني اللاعب اللي بيجي بهذه الشخصية الضعيفة وأمثلة كتيرة مش هنذكر طبعاً منها حد يعني نتمنى لهم التوفيق دايماً ولكن اللي دايماً متواجد في النادي الأهلي وبيكمل في النادي الأهلي هو اللعب اللي عنه شخصية قوية اللي بيتحمل فكرة الضغط الكبير جداً جداً في عدد المباريات وفي ضغط إنك دايماً محتاج بطولة أو دايماً ما عايز تحقق بطولة خلال الموسم ثلاثة أربعة بطولات خلال الموسم وده الضغط الكبير اللي مش كل عمي بيتحملوا فكروني في كلمة كابت المحمود الخطيب اللي كان بيقولها اللي عائبة النادي الأهلي إنه جمهور النادي الأهلي ما بيعدش وما بيفتكرش انت خدت بطولات قد إيه بقد ما بيفتكر وبيركز في انت خسرت إيه صحيح لأنه ده حالات الندرة يعني ده حالات الندرة اللي موجودة يعني الجيل ده الحقي أحمد يعني رغم إنه يعني مش عايز أسقل عليهم مش عايز أقول لأنه بالفعل جيل مظلوم شوية زي ما أنت تفضلت وقلت يعني في كل حاجة رغم الدعم الكبير جداً جداً من مجلس الإدارة الحقيقة في كل حاجة وتلبية طلبات الجهاز الفني بالكامل طول الوقت ولكن إمكانيات مختلفة عن الجيل السابق ورغم ده قدروا يحقق بطولتين للنادي الآلي عن مستوى القاري مستوى أفريقيا بطولتين سوبر مرتين البرونزية طبعاً بطولتين سوبر لا الجيل ده تحق يعني تحمل كتير جداً والجيل ده هو الجيل الوحيد وحق إنجازات كبيرة جداً اللي لعب أبطال وكسب أبطال كل القارات بعدها أوروبا صحيح يعني أنت مفيش قارة فلتت من تحت بطل أفريقيا في السنتين الأخيراتين دول باستثناء طبعاً يعني كان بايا بميونيخ بطلت أوروبا طبعاً لو رجعت السيناريو المباراة مرة تانية إيه الأوراق المهمة أو التغييرات في الطريقة والتشكيل اللي ممكن ميستر موسيميني يواجه بيها أي طارق أو أي سيناريو لقدر الله ما يكونش يعني محطوط في الحسبان زي ما بيقول تشوف حزين الشحات طبعاً تغييرة مهمة جداً برا أفشى أتمنى إن شاء الله أنه يعني يرجع أو يعود لمستوى مرة تانية رغم أنه يعني ابتدى الحمد لله يتواجد يعني طب هتسمح لي أروح لمحمد توفيق في المغرب وارجع أسمع رد كابتن أشرف عن نقطة دي بس خلينا نروح لزميننا محمد توفيق من المغرب من كازابلانكا مع بداية تمرين النادي الأهلي في يومه الثاني نطمن على الفريق ونتطمن على استعادة الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي يا محمد مساء الخير وكل سلام أنت طيب طبعاً وحمد الله على السلام مساء الخير الزميل عزيزي أحمد تحياتي ليكو الكابتن أشرف ممضوح وكل جمهير النادي الأهلي في كل مكانة زي ما ذكرت ده اليوم الثاني للبعث في النادي الأهلي هنا في إتدار البيضاء وده زي ما نقول يعني تدريب تاني يوم وده تدريب الأساسي للمباراة الرجاء إن شاء الله في إياب دور التمانية من دور أبطال أفرق يعني إن شاء الله كل التوفيق النادي الأهلي فده مباراة كبيرة وعشان فرق التوفيق طبعاً فقدرت تسمع كل المقدمة اللي انطلتها في البداية إن شاء الله يكون تسعين دقيقة ومن بعدها تسعين دقيقة بما فيهم تسعين دقيقة وإن شاء الله كل النادي الأهلي هو الحائز على النجمة الحضواشة يبقى إنجاز غير مسبوك بالحصول على البطولة العامي الثلاثة على التوالي يمكن في هذه اللحظات اللي أنا بكنامك فيها لسه الفريق وصل حالاً لمركب العرب الزولي هنا ببلدية المحمدي في مدينة الدار البيضاء يمكن الملعب أكثر من رائعة كان عليه تدريب الفريق بالأمس وكمان يوم واحتمال بكرة كمان يحتضن التدريب الأخير للفريق لو فحلت عدم يعني قمته فيه مركب محمد الخامس اللي هيكون فيه ملعب المباراة يمكن الفريق النهاردة كان يومه طويل جداً يحمد يمكن كان فيه مسحة طبية لجميع أفراد البعثة كانت في السادسة مثلاً من بعدها يمكن محمد الشيناوي اجتمع بجميع اللعبين هو وليس سليمان واللعبين الكبار يمكن يتكلموا فيما بينهم عن أهمية المباراة وأهمية العودة بنتيجة إيجابية والصعود إن شاء الله للدور القادم وإسعادة كل جماهيري النادي الأهلي دي النقطة يمكن أن يكونون أنت برضه بتتكمل فيه في المقدمة أن النادي الأهلي كبير بتاريخه ببطولاته بلعبية بجماهيره وإن شاء الله قدر على تحقيق الفوز والرجوع به بطاقة الصعود من هنا إن شاء الله يمكن بعد كده كمان كان إفطار البعثة فيه تمام السبعة وعشر دقائق بتوقيت الدار البيضاء التسعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومن بعدها كان فيه محاضرة فنية للجهاز الفني مستر بيتسو مسماني في أول المحاضرة كده كابتل محمود الخطيب كان متواجد وطبعاً قال كلمة للعبين حسوهم فيها على تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق كل أمال وطموحات الجماهيري النادي الأهلي من بعدها عطول مستر مسماني يستكمل المحاضرة فنية ومحاضرة الفيديو للدراسة أهم نقاط رقوة ضعف فريق الرجاء المغربي ومن بعدها في مباشرات توجينا هنا لملعب التدريب ممكن الملعب التدريب بالزبط يحمل بيابعد عن فندق الإقامة لمدة ربع ساعة كمان ملعب المباراة بيابعد عن فندق إقامة النادي الأهلي تقريباً بمسافة عشرين دقيقة يعني كل الأجواء هنا مهيئة ممكن كمان زي ما شفنا النهاردة في الأخبار واتصال رئيس النادي الرجاء المغربي يعني اسمه حفوظ بكابتل محمود الخطيب من كابتل محمود الخطيب وجه الشكر لإدارة وجماهير النادي الرجاء المغربي على حسن دستقبال ممكن كل الأجواء هنا في المغرب أكثر من رائعة عاوز أولك كمان يعني سريع عشان عافوا في وقتك ويعني المتبكئ قليل جداً يمكن برنامج الفريق بكرة إن شاء الله يبقى الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في تمام الوحيدة ظهراً بتوقيت الدار البيضاء ومن بعدها إن شاء الله المؤتمر الصحفي للمباراة اللي يحضره مستر موسماني وأحد لعاب النادي الأهلي هيكون في نفس الفندق اللي هيقوم فيه الاجتماع الفني هيكون المؤتمر الصحفي كمان بعده فيه تمام السلسة والربع عصراً ومن بعدها إن شاء الله يبقى التمرين للأخير وختام استعادات النادي الأهلي المباراة الرجاء إن شاء الله هتبقى بتدريب أخير في تمام العاشرة مساء يعني كل الأجواء زي ما قلت لك هنا أكثر من رعاية تبقى بس يعني زي مقدمتك توفير ربنا إن شاء الله وتحقيق نتيجة وكون كل اللي عابين في حالتهم وإن شاء الله الصعود وإسعاد كل جمهيري النادي الأهل الكلمة بالنسبة للعلي معلول سؤالي الأخير بس محمد أعرف منك أو تطمن على تطورات الحالة بتاعت علي معلول نتطمن عليه منه يمكن أن علي معلول بيواصل برنامج التأهيل الموضوع له من قبل الجهاز الفني والطبي للنادي الأهلي بيسير بشكل أكثر من رائع وإن شاء الله نتطمن عليه عاقب المران النهاردة من الدكتور رحمة دعو عبلا وإن شاء الله يتم إعلان مشاركته من برامل عدم إن شاء الله خلال اليومين المقبلين عزو أطمنك على كل أفراد البعثة والخمسة وعشرين لعب الموجودين هنا في تشكيل النادي الأهلي أو في قائمة النادي الأهلي كلهم بحالة أكثر من رائع يمكن كل الأجواء كل اللاعبين الحالة المعنوية الحالة البدنية والفنية أكثر من رائع إن شاء الله بس يتبقى توفيق ربنا بإذن الله وإن شاء الله يعود بطاقة السعود ولوصول الدور نصف النهاء بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق دي كانت أخبار تمرينة فريق أو يوم النادي الأهلي الثاني في المغرب بسعادة طبعا لمواجهة الرجا نعرف أن الأشقاء في المغرب مهتمين جدا من متابعة كل التفاصيل على الرغم أن الفريتين يعني زي ما قلت تقابلوا لسه مواجهتين قريبين جدا وبتالي بقوا بنسبة الأجهزة الفنية على الأقل يعني كتاب مفتوح أوراق طبعا يعني كتاب مفتوح وكل أوراق معروفة يعني هارجع طبعا يعني نتمنى إن شاء الله للتوفيق بإذن الله ندي الأهلي وأعتقد الأجواء هناك مميزة جدا ولعامتنا حاسة قد إيه بالمسؤولية المباراة دي وإن شاء الله يعني الحالة الفنية بس وقتها يعني في المباراة الرجاء إن شاء الله يكون فيه توفيق بالنسبة كبيرة للاعباتنا إن شاء الله يعني كنت بتسألني على الأوراق اللي ممكن تستر المسماني في التغييرات يعني أعتقد لو ابتد بيرستا وحيكون طبعا حسين الشحات ورقة من دم الأوراق الربحة وعنده خبرات كتيرة جدا ويقدر يكون صاحب قرار داخل ملعب من اللعبين أصحاب القرار بمعنى إنه يقدر يغير من رتم المباراة ومن نتيجة المباراة إن شاء الله حسين أعتقد صلاح يعني أعتقد أنه طهر محمد طهر من الأسماء برضو اللي موجودة بشكل كبير في ممكن يكون من ضمن التغييرات اللي موجودة يعني أعتقد أنه أنه حالة لعباتنا بس في المباراة دي يا أحمد هتفرق كتير جدا جدا يعني مش شايف أنه ممكن يكون يحتاج تغييرات كتير في المباراة يعني يستغنى على حد من الديفندرات يعني أنت عندك داخل الملعب شعفي فيه ممكن تغييرات تكتيكية داخل الملعب يعني حمد الفاتحي ممكن تستغله في خط الظهر ممكن تخذله في خط الوسط يعني من داخل الملعب فيه حداشر اللي ممكن يلعبه إن شاء الله ممكن تغيير تغيير خطتي أو تكتيكي أسألك عن توقعتك ماتشو بكرة يعني كل التوفيق طبعا طبعا يعني نتمنى إن شاء الله الفوز في المباراة دي ولكن أنا عندي إحساس قوي جدا جدا أننا هتخطى المباراة سواء بفوز أو تعادل عندي ثقة كاملة في لعبتنا وفي رجالتنا دايما موجودين في المواقف الصعبة ودايما في الظروف الصعبة دي معدن وروح رجالتنا بتبقى موجودة إن شاء الله كل التوفيق ليهم وأنا واثق إن شاء الله بإذن الله تعالى أننا هنتخطى الرجاء وإن شاء الله هنبارك ليهم بعد المواقف بإذن الله بإذن الله إن شاء الله نخطى الرجاء ومن بعد التواجي يعني خطوة خطوة زي ما عودنا أنا قلت من البداية توقعاتي أن الأهلي هيقابل سانداونز في نهائي البطولة وإن شاء الله بإذن الله توقعاتي تبقى في حالها إن شاء الله بإذن الله لو اخترت نجم واحد من نادي الأهلي اختار اسم واحد تحب توجه الوسائل قبل المباراة يكون مين وتقول له إيه أحمد عبد القادر يعني الحقيقة أنا بشكره جدا جدا لأنه الفترة اللي فاتت مستوى ثابت وبيزيد مش بس ثابت لا بيزيد وفارق كتير جدا جدا مع نادي الأهلي خلي بالك أنه إحباط كبير جدا جدا وما تواجدش مع متخب مصر ومع ذلك استمر في اجتهده واستمر على الحفاظ على مستوى وكمان بيطور من أداءه كل التوفيق ليه وإن شاء الله تمناله بإذن الله نتواجد فيه التشكيل الأساسي لمنتخب مصر فترة الليلة إن شاء الله هو وكل زميله كل التوفيق لرجالتنا إن شاء الله بإذن الله ويوم السبت نكون هنا في الأهلي في رمضان بنحتفل بإذن الله إن شاء الله بفوز النادي الأهلي وتأهول للدور قبل النهائي بشكر نجمنا النهاردة ونجم صهرتنا الأهلي في رمضان كابتن أشرف موضوع نورت شرفت كل سنة ومتطيب ورمضان كريم شكرك جدا جدا أحمد سعيد جدا جدا بوجوده معاك والله وكل سنة ومتطيب كل سنة وكل جميل النادي الأهلي في كل مكان وكل مصر طبعا الوطن العربي بخير وسحة وسعادة دايما دايما وبخير وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهلي كل سنة وانتم طيبين